يا حيدار صيحة وكل وكيد أعلنها يمّك يا حيدار وهالصيحة برياض الحبّة شمّك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله تصلي على محمد وغالي محمد ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين كنا قد انتهينا في البارحة إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وآله يوم وقف خطيبا في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه معنى ذلك من كنت أولى به من نفسه فهذا علي كذلك أولى به من نفسه فالمولاه هنا بمعنى الأولى أي الأولى بالتصرف والأولى بالتصرف ليس هو إلا الإمام الذي ينوب عن النبي صلى الله عليه وآله في كل ما له في الولاية مدخل مع ذلك فإنا ناقشنا ما يمكن أن يشكل به أهل الخلاف على ثبوت هذا المعنى وعلى ثبوت هذا المقام فقلنا إنهم يحاولون صرف دلالة اللفظ عن ظاهره بدعوى أن المراد بالنظر إلى خصوص سبب المقولة هذه من النبي صلى الله عليه وآله المراد إنما هو إثبات الموالاة بمعنى المحبة فيكون معنى قوله هو من كنت محبه فهذا علي محبه ومن كنت محبوبه فهذا علي محبوبه المراد هو هذا نحن قد أجبنا في البارحة بأنه على فرض التنزل فإن خصوص السبب لا يصرف عموم اللفظ وظاهره ظاهر معناه لا يصرفه وذلك للقاعدة التي ذكرناها بالأمس وضممنا إليها تصريح أحد أعلامهم وهو القاضي عبد الجبار بأنه العبرة إنما هي بعموم الدلالة أو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب وقلنا مع هذا حتى إن تنزلنا وسلمنا بأن المراد هو إثبات الموالاة بمعنى المحبة فهذا أيضا بالنظر إلى كونه متفرعا عن قوله صلى الله عليه وآله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويكون بهذا مستندا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فبملاحظة ذلك تكون المحبة بذاتها موجبة لكون علي عليه الصلاة والسلام واجب الطاعة نافذ الحكم أي أن علينا أن نطيعه وفي هذا وجوب شرعي وثم حكمه نافذ علينا لأن هذا هو معنى المحبة على ما قرره أعلام التفسير عند العدو كالبغوي مثلا في تفسيره وغيره ممن ذكروا أن المراد بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إحدى تلك الأمور المرادة من هذه الآية الكريمة أن تفني في طاعة نفسك فأنت أيها المسلم مخاطب هكذا من الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أولى في كل شيء ومن موارد تلك الأولوية أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك بل وتفني في طاعته صلى الله عليه وآله نفسك والنبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه وفرع ذلك أو بناه على قوله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فعلى هذا يثبت أنه كما يجب أن نفني في طاعة النبي صلى الله عليه وآله أنفسنا فكذلك يجب أن نفني في طاعة خليفته علي أنفسنا وبهذا تثبت كذلك إمامة علي صلى الله عليه أنه واجب الطاعة فعلى أي فرض من الفروط على أي معنى من المعاني التي حاول العدو أن يحمل عليها قوله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير فإن مطلوبنا يثبت وهو إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم طيب في هذه الليلة حديثنا سيكون مع الناصبي المعروف رأس الناصبة في عصره وزمانه ابن تيمية الحراني لعناه الله فإن هذا الرجل كما عرفتم في الليلتين الماضيتين حاول بكل جهده أن يشكك في حديث الغدير وبلغ من تهوره الذي أنكره عليه الألباني المعاصر بلغ من تهوره أنه أنكر تواتر الحديث بل وصحته حاول تضعيف الحديث إلى هذه الدرجة فرد عليه الألباني بما رد هذا الرجل لم يكتفي بمثل هذا التضعيف حاول كذلك أن يناقش في الدلالة دلالة الحديث وأن يصرفه بطبيعة الحال عن إرادة معنى الاستخلاف فكان من جملة ما بذله من جهد في هذا السبيل قوله في كتابه منهاج السنة في المجلد السابع الصفحة ثلاثمائة وأربع وعشرين قال وَأَمَّا كَوْنُهُ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أي كون علي عليه السلام أولى بهم من أنفسهم فلا يثبت إلا من طرفه صلى الله عليه وآله طبعا هو يقول وسلم ما يصلي على الآل وَكَوْنُهُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ خَصَائِصِ نُبُوتِهِ من خصائص نبوة النبي يعني هذا الأمر هذا المعنى الأولوية ها هنا خاصة برسول الله بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وليست يمكن أن تثبت لشخص آخر وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ نَصٌّ عَلَى خَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ يقول لو قدرنا أن قوله من كنت مولاه فعلي مولاه نصٌ على خليفته من بعده لم يكن ذلك موجباً أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه كما أنه لا يكون أزواجه أمهاتهم شوف الاستدلال العجيب يقول إحنا لو قدرنا أنه ما قاله النبي في يوم الغدير هو نصٌ على الخليفة فهذا لا يستلزم منه أن يكون هذا الخليفة أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأن هذا المعنى فقط ثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه الخصيصة من خصائص نبوته فقط لا تتعدى إلى غيره من البشر وإن كانوا خلفاءه كما أنه ليس أزواج الخليفة أمهات للمؤمنين كما أن النبي صلى الله عليه وآله أزواجه أمهات للمؤمنين هذا بحد ذاته من قبيل المغالطة لأن هذا الرجل أحمق في الاستدلال وستعرفون كيف أنه أحمق في الاستدلال لأن تخريج وأزواجه أمهاتهم تخريج هذا عن العموم جاء للنص لورود النص النص القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته ما ذكر في هذا النص أو في غيره حتى وإن كان في الأحاديث أن هذا الأمر يتعدى إلى غير النبي صلى الله عليه وآله هنا طبعا أنا أتحدث بشكل عام وإلا هناك عندنا نحن بعض الآثار التي يستشعر منها أن هذا ثابت أيضا للأوصياء عليهم الصلاة والسلام على الإجمال على الإجمال على يتحال نحن نتكلم على مبنى المخالف على مبنى العدو نحن نتحدث فنقول لورود النص بذلك عليكم السلام ورحمة الله فالمساوات بين هذا وبين مقام الأولوية بالتصرف ودعوى أن الأولوية بالتصرف ممنوعة على غير النبي الأولوية يعني بمعنى أن يكون الخليفة أولى بالمؤمنين من أنفسهم ممنوعة على غير النبي هذه المساوات هي التي تحتاج إلى دليل إلى نص المساوات بين هذين المقامين حتى أن تتقيس هذا على ذاك أو تقارن هذا بذاك أما أن تأتي في قبال نص واضح النبي صلى الله عليه وآله جعل غيره وهو خليفته جعله في هذا المقام تأتي في قبال هذا النص لتنقضه بأمر هو من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه حماقة في الاستدلال حماقة في الاستدلال النبي يعطي هذا المقام لخليفته يقول كما أنا أولى بكم من أنفسكم كذلك خليفتي ماذا وهو علي أولى بكم من أنفسكم بس النبي سرى هذا المقام إلى غيره سرى هذا الحكم إلى غيره نص هذا هو من أنشأ هذا الحكم بصيغة الأخبار فأنت تأتي لتنقضه بقولك أنه لماذا إذن أزواج الخليفة لا يكونون كأزواج النبي محرمات على المؤمنين من بعده حماقة في الاستدلال ما دخل هذا بذاك لا دخل لهذا بذاك أنت من تفتقد النص في المساواة بين الأمرين بمناط واحد مثلا حتى تقول يلزم من هذا ذاك لا يلزم من هذا ذاك على يتحار يقول ولو أريد هذا المعنى يعني لو كان المراد من قبل النبي صلى الله عليه وآله وهذا المعنى الذي تثبتونه أنتم الشيعة أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني من كنت أنا أولى به فعلي أولى به من نفسه يقول ولو أريد هذا المعنى لقال لقال النبي من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وهذا لم يقله ولم ينقله أحد يقول أنتم من أين تأتون بهذا التفسير لو كان المراد من قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه هو من كنت أولى به لقالها صراحة لقال من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وهذا لم يقله أحد ولم ينقله أحد يعني ماك أحد روى هذا اللفظ من ألفاظ حديث الغدير هذا الرجل كما عرفتم من الألباني بشهادة الألباني كان يتهور كثيرا في الإنكار في تكذيب الأحاديث في تضعيف الأحاديث خاصة إذا كانت تتصل بأهل البيت عليه الصلاة والسلام بفضائل أهل البيت وقوله هذا هو من قبيل هذا التهور لأنه بالفعل روى المخالف والمؤالف هذا اللفظ بعينه عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اللفظ نفسه من كنت أولى به فعلي أولى به إلى هذه الدرجة لماذا يتهور ويتسرع أنقل لكم أولا من روى ذلك أحد الذين رووا ذلك من طرف المخالفين لا من طرفنا إبراهيم بن محمد الحموين الشافعي صاحب كتاب فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والحسنين هذا الرجل كان شيخا من مشايخ وعلماء المذهب الشافعي وكان شيخ خراسان في عصره نص على ذلك الذهبي كما نقله عنه صاحب الأعلام الزركلي في كتابه كتاب الأعلام قال كان شيخ خراسان ولكنه كان حاطب ليل يقصد الذهبي أنه كان في مسلكه ضعف لأنه قد يجمع الصحيحة والضعيف من الأحاديث نحن الآن لا علاقة لنا بتقييمهم لهذا الرجل ولا علاقة لنا فيما لو ضعفوه وقالوا إنه حاطب ليل هذا لا شأن لنا به نحن شأننا فقط الرد على هذه العبارة التي تفوه بها ابن تيمية وهي قوله وهذا لم يقله ولم ينقله أحد هو ما قال لم ينقله أحد بسند صحيح مثلاً أو لم ينقله أحد يعول عليه لا هو نفى على الإطلاق وجود مثل هذا اللفظ في حديث الغدير وهذا غير صحيح نقله بعض أعلامكم حس أنت عندك خلافوية هؤلاء الأعلام الضعفهم تعتبرهم ضعفاء تعتبرهم أصلاً منحرفين هذا شأنكم أنتوا تحلون خلافاتكم بينكم بس ما إلك حق تقول هذا لم ينقله أحد لم يقله أحد هذا الرجل روى في كتابه فرائد الصنطين وروا كذلك عنه أو نقل عنه أحد أعلام الأحناف وهو سليمان بن إبراهيم القندوز الحنفي في كتابه ينابيع المودة لذوي القربة في المجلد الأول الصفحة 343 وهذا الكتاب هو في واقعه جمع لمجموعة من الكتب كذخائر العقبة لمحب الدين الطبري ككتاب مناقب الخوارزمي ككتاب مناقب ابن المغازل الشافعي ككتاب جواهر العقدين للسمهودي وأيضاً مما جمع في كتابه هذا كتاب الحموين الشافعي وهو فرائد السمطين ففي الكتابين معاً في فرائد السمطين وفي نابيع المودة تجد رواية بأسنادهم التفت مو بأسنادنا بأسنادهم أي بسندهم إلى سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه في يوم الشورى احتج أي في يوم الذي جمع يعني أو أمر عمر لعنه الله ستة من الرجال بأن يتشاوروا ويجتمعوا ليختاروا خليفة من بينهم كان علي في ذلك اليوم كما نقله ورواه المؤالف والمخالف قد عدد عليهم ماذا فضائله ومناقبه حتى يحتج عليهم بأنه الأولى بهم بمقام خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام كما هم يروون على هذا اللفظ قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال قم يا علي فقمت فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي مولاه وعادي من عاداه زين تقول لي وين إذن اللفظ أقول لك في التتم فقام سلمان سلمان الفارس المحمدي رضوان الله تعالى عليه فقام سلمان فقال يا رسول الله ولا كماذا أنت لما تقول من كنت مولاه فعلي مولاه أي نوع من أنواع الموالات أي نوع من أنواع الولاية وأنا أقطع أنه سلمان كان فاهم عارف ولكن حتى لا يجعل لأحد عذرا فقال يا رسول الله ولاء كماذا قال ولاء كولاي أو كولاي وفي ما هو مثبت في نابيع المودة ولاء كولائي من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه ماذا كان يقول ابن تيمية يقول لم يقله أحد ولم ينقله أحد هسا الضعف ضعف بس انت ما ضعفت هنا انت نفيت الوجود ما نفيت الصحة انت نفيت الوجود مع ان الحموين معاصر له معاصر ليش تتهور وتتسرع تقول ما لو كان النبي يقصد يقول ولو أريد هذا المعنى لقال من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وهذا لم يقله ولم ينقله أحد زين هذه روايتكم احدى رواياتكم تقول سأله سلمان يا رسول الله ولاء كماذا قال ولاء كولاي أو كولائي أو كولاي من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه اللهم صلي على محمد وآله محمد لا شأن لنا كما قلنا بأن يقول هذا ضعيف أنت لم تقل هذا ضعيف أنت نفيت وجود حديث بهذا اللفظ على الإطلاق لا موجود ثم حتى هذا التضعيف ليت ابن تيمية كان يعيش حتى شوية نخزيه حتى هذا التضعيف لنا أن نجبره كيف هناك أيها الأخوة منهج معروف في الاستدلال وهو جمع وضم الأحاديث بعضها إلى بعض فإذا كانت عندنا أحاديث ضعيفة مثلا نفرض أصلا كلها ضعيفة ولكن لأنها جاءت من طرق شتى بألفاظ متقاربة تورث الإطمئنان بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله فإنا نلتزم بصدورها هذا للعلم مسلك عندنا وعند مخالفين على السواء كل من يتفقه كل من يراجع المتون الفقهية كتب الفقه لكل المذاهب والطواف يجد هذا المنهج واضح أنه تجمع الروايات تجمع الأحاديث تلاحظ الطرق تلاحظ الألفاظ تلاحظ المعاني تلاحظ المداليل تلاحظ الشهرة فتنجبر يصير حالة انجبار تقابلها ماذا انكسار عندنا انجبار يصير فنستطيع أن نثبت معنا ولو إجماليا أنه هذا المعنى كان يقصده النبي صدر عن النبي أولا ثم كان يقصد هذا المعنى المشكلة عند مخالفين هي هذه أنه هذه القاعدة أو هذا المسلك هذا المشرب يطبقونه في الفقه يطبقونه في السيرة كذلك فيما يعجبهم من السيرة يطبقونه في العقائد فيما يعجبهم من العقائد أما إن جاءت النوبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى خصوص هذا المحقود عليه علي بن أبي طالب فكل هذه القواعد تتوقف كل هذه المسالك ماذا تتوقف إحنا نقول ليش شعيدكم اطلابوا يا علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام لماذا هذا الآن تقولون حديث ضعيف طيب أنت لما تفهم أن حديث الغدير متواتر متواتر يعني فوق الصحة تضم كل ألفاظه بعضها إلى بعض حتى بطرق ضعيفة حتى بطرق حسنة بطرق مثلا موثقة إن كان عندهم موثق بطرق صحيحة لما تضم الألفاظ هكذا تنظر إلى كل ألفاظ الروايات يتجلى لك المعنى هنا عندك يقول في تفسيره صلى الله عليه وآله لما قاله طبقا لما سأله سلمان قال من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه الباحث المنصف الفقيه المنصف يفتش في الروايات يفتش في الطرق هل هناك لفظ مقارب لهذا اللفظ جاءت الرواية بهذا الجواب نعم كما روى الطبراني في المعجم الكبير هذا بعد مو القندوزي ولا الحمويني حتى تقول هذولا مثلا أصلا نطلعين شايع على هذين الاثنين هذولا أصلا شيعة هذولا أصلا هذول الاثنين شنو؟ شيعة ويقول لك الدليل على أنه مثلا العلامة مالتكم أنتو الشيعة أغب زرق الطهراني في كتابه الذريعة موسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة ذكر كتاب ينابيع المودة قال أنه هذا كتاب للقندوزي والحنفي أيضا فإذن شلون يصير يقولوا لا إذن هذا من رجالكم هذولا كانوا خادعين كانوا حتما متسترين بالتقية وداسين أنفسهم في أوساطنا ومألفين هذه الكتب وهذا الجهل لأنه الأغب زرق الطهراني رحمه الله حتى في كتابه أثبت بعض مؤلفات الصابئة اللي هما أصلا مو مسلمين أي شيء اللي كان إلى ربط بالشيعة ربط بعالم التشيع بنحو من الأنحاء كان يترجم له في كتابه مو يعني أنه كتابه حكر على المؤلفين الشيعة ما فهمي وثم كما قلنا بالأمس نسئلنا حول هذين الاثنين تقريبا فقلنا بأن هذين لا نعرفهما في رجالنا وإنما هم من رجال العامة كما هو واضح الذهب يقول كان شيخ خراسة من شيوخهم بس كان حاطب لي ويعني إذن يضعفونه كما يضعفون غيره أما أن يقال عليكم السلام أنهم من الشيعة فهذه مكابر الطبراني بعد لا أحد يقول أنه من الشيعة أحد يقول طبراني ثقة الثقات عند القوم له كتاب المعجم الكبير تجد في هذا الكتاب رقم الحديث أربعة آلاف وثمانمائة وأربع وثلاثين بسنده عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم وهذا السند جدا مهم ليش أيها الأخوة لأنه احنا تبين معنا في الليالي الماضية أنه قضية أبي الطفيل وكيف سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم كيف أنه كان عنده حالة من الشك والاضطراب في شأن حديث الغدير لما سمعه من علي عليه الصلاة والسلام في رحبة الكوفة فجاء إلى زيد بن أرقم وزيد بن أرقم قال له ما تنكر سمعته من رسول الله وكل سمعه من رسول الله مهشكل تلك الروايات مرت معنا رؤيته هو من زاويته هو فبضم هذا إلى ذاك ينجبر يصير انجبار فيتوثق المعنى المعنى يتوثق يصير هناك وثاقة في المروي بقطع النظر عن وثاقة الراوي طبراني يروي عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال نزل النبي صلى الله عليه وآله يوم الجحفة ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي قبله وإني أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون قالون صحت يقول حسب رواياتهم أنه كل نبي عيش أقل من النبي الذي قبله ونصف عمره وذكرهم في بعض آثارهم أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان عمره مئة وعشرين سنة قبل أن يتوفاه الله بمعنى يرفعه فيقولون على هذا لازم يصير عمر النبي جنو ستين سنة هو استشهد صلى الله عليه وآله على المشهور عن ثلاث وستين سنة يقول وإني أوشك أن أدعى فأجيب فما أنتم قائلون قالوا نصحت يعني خلص أنت نصحت لنا يعني جزاك الله خيرا قال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق والنار حق وأن البعث بعد الموت حق قالوا نشهد لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله سياق كلامه في الأصول أم في الفروع في الأصول أحسنتم شوف دا يعدد لهم يعني مقضية أنه صاير نزاع بين مجموعة بريدة تارة يقولون وتارة أخرى يقولون زيد بن حارثة وتارة ثارثة يقولون أسامة بن زيد وصارت شوية منازعات ومجموعة من الناس اعترضوا على علي بن أبي طالب في نزع الحلل التي كانت عليهم من صدقة اليمن وما شاكل فالنبي قام حتى ينزع هذه الإحن هذه البغضاء بين الطرفين فقال حب علي مثل ما ترى أنا أحب وهو ترى يحبكم مثل ما أنا أحبكم بس هو هذا وهذا شنو إلى ربط أنه تشهدون لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسول وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث بعد الموت حق هذه تعداد الأصول السياق الكلام كله في أصول الدين في أركان الدين في أركان الإيمان على تعبيرهم شنو ربط حتى يجي يقرن مع هذا كله ولاية علي إلا أن تكون ولاية علي من الأصول قالوا نشهد قال فرفع يديه فوضعهما على صدره ثم قال وأنا أشهد معكم ثم قال ألا تسمعون قالوا نعم يأكد عليهم تسمعوني عدل لو ما تسمعون تسمعوني زين شنو راح أقول قالوا نعم قال فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي الحوض وإن عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصر بصر بصر في الشام اللي هي درعة هي هاي درعة نفسها يقول يعني كل الحوض هذا عرضه كل هذا يصير هذا في يوم القيامة فيه أقداح عدد النجوم من فضة عدد النجوم أقداح كثيرة من فضة فانظروا كيف تخلفون في الثقلين أنتو الشرط توصلون لهذا الحوض تشربون منه حوض الكوثر شنو هو كيف تخلفون في الثقلين شلون رح تتصرفون مع هذين الثقلين أي الأمرين العظيمين الجليلين الذين أخلفهما فيكم فنادى مناد ومثق لان يا رسول الله قال كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا والآخر عترة الثقل الآخر أو الثقل الآخر والآخر عترتي وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض القرآن يأتي والعترة تأتي وطوال هذه المسيرة إلى يوم القيامة إلى الحوض القرآن مع العترة والعترة مع القرآن القرآن معصوم فالعترة ماذا معصوم وَسَأَلْتُ ذَلِكَ لَهُمَا رَبِّي يقول أنا سألت الله عز وجل في أن يرد علي هذان الثقلان ولا يتفرق يرد علي الحوض فَلَا تَقْدُمُوهُمَا فَتَهْلَكُوا وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلَكُوا كل شو مهم يقول لهم أنه إياكم واحد منكم يفكر أن يتقدم على هذين الثقلين القرآن يقول شيء أنت تتقدم على القرآن تقول شيء يتقول هذا أمشي ما أمشي كلام القرآن الإمام الممن عليه السلام يقول في نهج البلاغ ما مضمونه كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم هو الكتاب إمامنا يعني قائدنا نقتدي بالكتاب نأتم بالكتاب مو نجعل أنفسنا أئمة للكتاب الآن الأمة الإسلامية صيرة أئمة للكتاب كل واحد ما شاء الله إمام يضرب بكتاب الله عز وجل عرض الجدار ما يطبق ما هو موجود فيه يمشي قوانينه يمشي تشريعاته يمشي آراءه يطبقون حكم القرآن من يطبق حكم القرآن الآن حتى الدول التي تدعي أنها تطبق الشريعة الإسلامية لا تطبق حكم القرآن مسألة واضح فلا تقدموهما فتهلكوا مثل ما لا يجوز لك أن تتقدم على القرآن كذلك لا يجوز لك أن تتقدم على عدل القرآن وهم وهم العترة على الثقل الثقل الثاني على الثقل الثاني لا يجوز فالآن أبو بكر تقدم أم تأخر تقدم تقدم على العترة ما يستحي أقل شيء أنه قليل أدب أقل شيء أنه كيف أنت تتقدم على علي ابن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فلا تقدموهما فتهلكوا ما يصير شلون تتقدم عليه أنت ما تستحي أنت في صلاتك أبو بكر في صلاته لا تصح صلاته إلا أن يصلي عليهم فكيف يتقدم عليهم أنت في صلاتك ملزوم بأن تقول اللهم حسب ما هم أيضا يرون في صيغة التشاهد المعروفة اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد مهشك إذا هو لا تصح صلاته وهي عمود الدين إلا بأن يتراجع ويلوذ بآل محمد عليهم الصلاة يلوذ بهم هكذا أمام الله يقدمهم في صلاته يقدم يقول أنا أصلي عليهم يعني الله اقبل صلاتي ترى أنا دعا أصلي عليهم هذول المشرفين المعظمين عندك فإشلون يتقدم عليهم كيف يتقدم عليهم مسألة واضحة مع الأسف عوام أهل الخلاف الذين نرجو لهم الهداية لا يتأملون فيها الآن أي مخالف سئلة يقول هاي صلاتك اللي تصليها نفسها صلاة أبي بكر يقول لك نعم يعني أبو بكر كان يصلي على آل محمد يقول لك طبعا سين إذا يصلي على آل محمد علي من آل محمد لو لا يقول لك نعم هذا زعيم أصلا آل محمد بعد النبي سين إشلون إذن كان يتقدم عليك الله تعبد علي وآل علي مثلا بأن يصل على أبي بكر عمر فرضا أم العكس فكيف تقدم عليهم كيف صاروا مأمومين لمن هم أئمة فلا تقدموهما فتهلكوا وأيضا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا أيضا إذا واحد شنو يخذ الأهل البيت عليهم السلام يعني يقصر في حقوقهم لا يأتم بهم أيضا هذا هالك الناجي منه الموالي لأهل البيت المصاحب لأهل البيت الملازم لأهل البيت وأينما ذهب أهل البيت ذهب هذا الناجي وكذلك أينما ذهب الكتاب ذهب الثقلان ما أخذ الثقلين نورين له فقط يسترشد بهما ويلزمهما ويمضي على تعاليمهما الكتاب والعترة ثم يقول صلى الله عليه وآله كما رواه الطبراني ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ليكون أحد يفكر يعلم ترى أهل البيت يعلم عترتي فهم أعلم منكم والآن تعالى انظر الفضائح في فقه المخالفين فضائح فضائح يثبت عندهم بالأسناد الصحيحة أن هذا مثلا قول علي بن أبي طالب في المسألة الكذائية مسألة فقهية وليكن التي ستأتي إن شاء الله فيما بعد سنكرها من جملة كلام ابن تيمية الآخر أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين هذا ثابت عند أهل الخلاف بأسناد صحيحة أن هذا مذهب علي هم يقولون مذهب علي يخالفونه ويأخذون بغيره يقولون تضع الحامل حتى لو بعد ساعة من وفاة زوجها انقضت عدتها لها أن تنكح رجلا آخر ليش تفعلون هكذا لما هذه المخالفة وبعدين يزعلون من نقول أنتم مخالفين للعترة أنتم مخالفين للعترة شيء اللي يثبت عندكم في فقهكم أنه قول العترة لماذا تخالفونه يقولون لا لأن ما أدري قول الصحابي الكذائي مثلا كان أصح يعني شنو معنى قول صحابي الكذائي كان أصح الحق كان معه يعني معنى ذلك أنك تجعل هؤلاء هم من علموا العترة وليس العكس والنبي صلى الله عليه وآله يقول وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ على أساس تتخلي هؤلاء ذو لمن وصل أمام أهل البيت أمام العترة الطاهرة وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ شوفوا السياق الحديث كله ماذا التفتوا السياق جدا مهم حتى نفهم هو يقول ترى أنا رح أرحل وعادت أي قائد أي قائد في الدنيا سواء كان قائدا دينيا أو دنيويا عادت القائد أنه لما يجد نفسه في مراحله العمرية الأخيرة يستخلف يبدأ يتكلم عن وصيته ماذا تفعلون بعدي هذا أمر طبيعي جار في السنن البشرية الفطرية صحيح النبي هم في أول حديثه يقول أنا أوشك أوشك وأن أدعى فأجيب صحيح فبعدين يوصي يقول الثقلان زين يعدد بعضا من أصول الدين الشهادتان الإيمان بالمعاد الجنة النار ثم يفرع على ذلك ماذا التوصية بالثقلين يؤكد أنه لا تتقدموهما لا تتأخر أو تقصر عنهما لا تعلموهم فإنكم أعلم منهم وفي ختام كلامه حسب هذه الرواية يقول ثم أخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال من كنت أولى به من نفسي وهنا الظاهر صاير تصحيف هو من نفسه ولكن يمكن أن يقرأ هكذا كذلك يعني القصد أنه من كنت أولى به من نفسي يعني إش قد أنا أولى بنفسي أنا أنا رسول الله أتحكم بنفسي فأنا كذلك أتحكم بكم أكثر مما أتحكم بنفسي أنا أولى بكم شلون أملك نفسي أنا أملككم أنتم أيضا أكثر من ملكي لنفسي فالمعنيان متقاربان لكن الظاهر وقوع تصحيف لأن الصحيح من كنت أولى به من نفسه من كنت أولى به من نفسي أو من نفسه فعلي وليه اللهم والم والاه وعاد من عاداه هذا اللفظ مقارب لما رواه الحمويني والقندوزي وهو قوله صلى الله عليه وآله من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه نعم طبق قاعدة الانجبار أو الجبر تفهم أن هذا معنى ثابت هذا معنى ثابت مراد من قبل النبي صلى الله عليه وآله لا مرية فيه تساعد عليه كل القراء وقبل القراء ظاهر اللفظ لا يسع أحدا أن يصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعاني الأخرى لكلمة المولى إلا أن يكون معاندا جاحدا فقط وإلا المنصف يقر ويشهد بأن المراد من قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت أولى به فعلي أولى به يعني المتصرف الأولى بالتصرف والحمد لله أحد أعلام أهل الخلاف أقر بذلك حين عدد المعاني المحتملة لحديث الغدير وهو صبط بن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص في الصفحة تسع وعشرين عدد عشر معاني محتملة لهذا الحديث لأن المولى له معاني كثيرة أما من هذا الغبي اللي يروح يأخذ المعاني البعيدة ولا يأخذ المعنى الظاهر الذي يفهمه كل عربي سليم السليقة والذي تدعمه القراء المختلفة والمتنوعة من هو هذا اللي يفعل هذا من المعاني التي عددها ابن الجوزي الحليف يعني من كنت حليفه فعلي حليفه أصلا من معاني المولى ابن العم شنو النبي يقول من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه مثلا من المعاني للمولى المعتق والمعتق الذي يعتق عبدا والعبد المعتق من ذلك السيد شنو النبي كان يريد هاي المعاني مثلا ومن الواضح أنه ما كان يريد هذه المعاني فإذا لا يبقى إلا المعنى الواضح وهو معنى الأولى بالتصرف والأولى بالتصرف يعني الأولى بالأمر التصرف بالأمور العامة والخاصة فهو الإيمان يقول سبط بن الجوزي بعدما عدد المعاني تلك أولا يعدد المعاني إلى أن يصل يقول والعاشر بمعنى الأولى يقول المعنى العاشر المحتمل بمعنى الأولى قال الله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم شنو يعني قوله صلى الله تبارك وتعالى مأواكم النار هي مولاكم يعني شنو في سورة الحديد يعني مأواكم النار هي أولى بكم هي أولى بكم أنه تلتقدكم وتلقفكم صحيح فيجيب هاي الآية كشاهد على أن المراد من المولى الأولى ثم يبطل المعاني تلك إلى أن يصل إلى هذا المعنى العاشر بعينه فيقول والمراد من الحديث من حديث الغدير الطاعة المحضة المخصوصة طاعة يريد النبي أن يوجب طاعة علينا فَيَتَعَيَّنُ الْوَجْهُ أو فَتَعَيَّنَ الْوَجْهُ الْوَجْهُ الْعَاشِرُ الوجه العاشر من وجوه معاني المولى يقول هذا تعين هذا المتعين من المعاني يقول فَتَعَيَّنَ الْوَجْهُ الْعَاشِرُ وَهُوَ الْأَوْلَى ومعناه مَن كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَعَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ زين سبط بن الجوزي فقط أقر بهذا المعنى لا هو سبط بن الجوزي يقول صرح بهذا المعنى أحد أعلام الحفاظ وهو من يقول وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقف الأصبهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين فإنه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي فقال من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه شوف المعاني شلون تتشابك تتلاحم تعطيك معنى واحدا مرادا وهو معنى الأولى يقول سبط بن الجوزي فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ودل عليه أيضا قوله عليه السلام ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا نص صريح في إثبات إمامته في إثبات إمامة علي وقبول طاعته وكذا قوله صلى الله عليه وآله وأدر الحق معه حيث ما دار وكيف ما دار يقول هذا نص في إمامة علي وفي وجوب طاعته هنا قد تتساءل تقول لشيخنا إذا كان نصا وإش عجب سبط بن الجوزي لا يتشيع أقول لك هذا إن شاء الله بعدين إن أحيان الله عز وجل نبين لكم أنهم بعدما قسم منهم أقروا ووجدوا اللافرار من الإقرار بأن المراد هو الأولى وذلك معناه نص في إمامة علي وولايته قالوا كمخرج أن المراد إمامته بعد الثلاثة يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما كان يقصد إجاب طاعة علي إجاب إمامته ولكن بعد من؟ بعد عثمان هالشكل بعد الدليل أنه إشلون إحنا نطيح حظ أبو بكر وعمر وعثمان ما يصير إذا نقول هذا النبي من ذاك الوقت عين وليعهد وهؤلاء تقدموا عليه فهم ظالمون مخالفون للنص فإذا نقول لا كان مراد مثلما أن أولئك وولاة عهده هذا هم ولي عهد رابع هذا قالوا به تخرصات تخرصات فقط للفرار من الإشكالات شوف دائما ترى للعلم المبطل المبطل دائما وأهل الزيغ والضلالة يلفون ويدورون ويحوسون شايف شلون من هنا ينتقل من نقطة إلى نقطة عادة هكذا أنتوا يقرأوا سيرة الأنبياء مع أقوامهم الذين جحدوهم عرفتوا شلون يجيهم يقول لهم يابا سووا هالشكل يجون كل شوية يخالفون أمر إلى آخر شيء يقولون شلون إن البقرة تشابه علينا شايف شلون ما يردون يمتثلون عليكم السلام ورحمة الله لا يريدون الامتثال فيلف ويدور لعله هالشكل كان مراد لعله هالشكل كان المراد لا يمكن مو هذا هو المعنى لا يمكن كان يقصد هالشكل لا يعني قصده هكذا يلف ويدور وينتقل من نقطة إلى نقطة حتى ماذا لا يقر ولا يذعن بالحق يريد الدين اللي هو يرتبه كيف هو هو يريد الدين اللي عجبه هو مو الدين اللي نزل من الله عز وجل هاي مشكلة البشر هاي مشكلتنا مع كل الطوائف الضالة سواء ما انتسب إلى الإسلام أو ما انتسب إلى غير الإسلام للأديان السابق للشرائع السابق الحاصل هذا الأصبهاني وهذا ابن الجوزي يقران بأن المراد هو الأولى ويقولان أو يقول ابن الجوزي هذا صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته وكذا قوله صلى الله عليه وآله وأدر الحق معه حيثما دار وكيفما دار بالفعل هذا معنى أدر الحق معه أيضا نص في إمامة علي تقول لي شلون أقول لك لأنه إذا كان الحق دائما حليف علي فإذا وقع أي خلاف بين علي وبين غيره فالحق مع من ما علي فصار علي هو الإمام تلقائيا يعني ما تقدر تعتقد قول غيره ما تقدر تمضي قول غيره دائما لازم ترجع إلى من؟ إلى علي فصار علي هو الإمام ضرورة وهذا المعنى فهمه ابن تيمية نفسه نفسه فهم هذا الأمر ولذلك شكك في هذه العبارة التي سماها زيادة كوفية زيادة كوفية يعني من وضع الكوفيين الشيعة يقول النبي ما قال هذا الكلام أصلا هو من كنت مولاه فهذا علي ولم يشكك به بعد شلون بذيل الحديث نحن نعرف الحديث كما بيّنت لكم وإن شاء الله سيأتي فيما بعد إن أحيان الله أنه حديث الغدير طويل طويل فيه كثير من التفصيلات القوم ما نقلوا منه إلا أجزاء متفرقة مع إقرارهم بأن هذا الحديث طويل لأنهم هم يروون عن صحابتهم أن النبي ما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا وأخبرنا به في حديث الغدير في خطبة الغدير طيب وين هذا إلى يوم القيامة وينه ليش ما دونتموه ليش ما ذكرتموه لأنه إذا ذكر كله في سياق واحد لا يستريب أحد في إمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فشوف قسم منهم نقلوا فقط هذه الفقرة من كنت مولاه فعلي مولاه قسم نقل لا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي مولاه وعادي من عاده اللي سماه الألباني ماذا شطراء الحديث وقال هو صحيح بشطريه الأول متواتر والثاني ورد بأسناد صحيحة بأسانيد صحيحة ورد على ابن تيمية في تضعيفه للشطرين لشطري الحديث زين أكوهم بعد زيادة وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار أو كيفما دار هذا كله موجود كله مروي باستفاضة مروي عند المخالف وعندنا للعلم باستفاضة وبأسناد صحيحة أيضا مروي بأسناد صحيحة ولهذا صبط بن الجوزي يجعل قوله صلى الله عليه وآله وأدر الحق معه حيثما دار قرينة على ماذا على هذا المعنى وهو وجوب إمامة علي وأن المراد هو الأولى بالتصرف هنا يجي لك ابن تيمية ويطلع لك بوحدة من طلعاته فماذا يقول له رسالة ابن تيمية له رسالة أي كتاب بعنوان رسالة في فضل الخلفاء الراشدين في هذا الكتاب في الصفحة 43 يقول وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي موالاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذوا من خذله وأدر الحق معه حيث دار فهذا الحديث ليس في شيء من الأمهات يعني في شيء من أمهات المصادر من مصادر الحديث إلا في الترمذي إلا في جامع الترمذي أو سنن الترمذي وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه وأما الزيادة بقية الحديث فليست في الحديث وقد سئل عنها الإمام أحمد فقال الزيادة كوفية أي الزيادة من صنع أهل الكوفة طبعا هنا لاحظ ما يقصد الرافضة التفت يقصدون بهذه العبارة لمن يفقه في علم الجرح والتعديل والحديث الزيادة كوفية يعني من شيعة الكوفة ومعنى الشيعة عندهم عند أحمد وعند ابن تيمية ومن أشبه من قدم عليا على عثمان من قال أبو بكر عمر علي عثمان مو أنه من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإن من قدم عليا على أبي بكر وعمر كما نحن رافضة يسمونه رافضي ولو كانت هذه الزيادة من الروافض من الرافضة لقال لقال زيادة رافضية مثلا أو زيادة رافضة لا يقول زيادة كوفية يعني من محدثي الكوفة الذين هم منا ولكن كان عندهم هذا الاعتقاد أن عليا أفضل من عثمان فيذولة زادة وهالشكل ثم يقول ابن تيمية ولا ريب أنها كذب هذا شكد يتهور صراحة بلا حياء بلا خوف من الله فورا يكذب بالأحاديث إلى درجة الألباني ما تحمل الألباني ما تحمل بسهولة هالشكل بشخطة قلم يقول هذا حديث كذب هذا لم يروه أحد ويطلع موجود ويطلع مو كذب يطلع صحيح الحديث يطلع متواتر الحديث يقول ولا ريب أنها كذب لوجوه شنو هاي الوجوه تعال علمنا يقول أحدها أن الحق لا يدور مع شخص معين بعد النبي صلى الله عليه وآله لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم لأنه لو كان كذلك لكان بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله طبعا هو يقول وسلم يجب اتباعه في كل ما يقول أنا هنا أريد هذا أنا قلت لكم سابقا أنه ما من شيء يؤلفونه ضدنا أو يقولونه ضدنا إلا ونستفيد منه نستفيد منه ماذا الذي هم يلزمون أنفسهم به في حال ثبوته فإذا ثبت ماذا إذا قمنا الدليل على ثبوته ثبت المعنى انتهينا خلص سبحان الله لا يسعهم أبدا أن ينتصروا على الرافضة الأبرار أبدا دائما في هزائم دائما شوف شونه يقول يقول إذا هذا المعنى قاله النبي أنه وأدر الحق معه حيث دار فهذا معنى أنه يجب اتباعه في كل ما يقوله يقول هذا باطل لأنه ماكو أحد يجب اتباعه في كل شيء في كل ما يقوله بعد النبي الحق مو معين في شخص لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي زين التفت خلي هذا المعنى موجود عندك زين إشلون إذن ما كان الحق مع علي دائما ولا يجب اتباعه دائما يقول ومعلوم أن علي كان ينازعه أصحابه وأتباعه في مسائل كثيرة ولا يرجعون فيها إلى قوله بل فيها بل فيها مسائل وجد فيها نصوص عن النبي توافق قول من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل هذه التي أشرنا إلي هذه المسألة إحنا شنو نقول إحنا في فقهنا تبعا لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام الحامل تعتد بأبعد الأجلين شنو يعني أبعد الأجلين الحامل المتوفى عنها زوجها شنو عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام طيب افترضنا أنها كانت حامل إذا وضعت الحمل قبل هذه المدة تكمل العدة إلى قضاء هذه المدة أربعة أشهر وعشرة أيام طيب إن قضت هذه المدة ولم تضع الحمل وضعته بعد ثمانية أشهر يستمر العدة إلى ثمانية أشهر أبعد الأجلين مخالفون مخالف علي مخالف أمير المؤمنين الذي يدور معه الحق حيث ما دار يقولون تضع الحمل بماذا تنتهي تنقض العدة بالوضع فقط فإذا بعد ساعة من وفاة زوجها ولدت بعدها بساعة تعرس ماكو مانع تهى الموضوع يقول فإن علي رضي الله عنه أفتى بأنها تعتد بأبعد الأجلين وعمر وابن مسعود رضي الله عنهما لازم يروح صب ذولاك ويروح صب علي بن ابن طالب وطبعا يروح إلى عمر وابن مسعود وغيرهما أفتوا بأنها تعتد بوضع الحمل وبهذا جاءت سنة النبي وكان أبو السنابل يفتي بمثل قول علي فقال رسول الله كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي قاله لسباعة الأسلامية لما سألته عن ذلك حتى يخرط صب ما ثابت هذا الكلام المهم هنا يجيب هاي المثل حتى يقول شنو النوع علي لا الحق ما كان معه الحق ماوية أنه تعتد بأبعد الأجلين فشلون إذن يقول النبي وأدر الحق معه حيث ما دار أنت الغبي أنت اللي غبي أنت لأنه النبي قال ذلك لازم تقول تصوب كلام علي بن يبي طالب وتخطئ غيره مو العكس تسوي سبحان الله إذا عقلي مقلوب ما تسوي له مقلوب نعوذ بالله خلق منكوس منكوس هكذا أنت لأنه النبي أرشدك إلى الثقلين لازم تأخذ كلام الثقلين مو مخالف الثقلين العكس يسوي الثقل الثاني يعدكم مشكلة الثقل الأول شنو مشكلتكم ويا كتاب الله شنو مشكلتكم هذا الطلاق الطلاق الثلاث في مجلس واحد الطلاق البدعي هم يسمونه بدعي هذا بالله عليك مو يضرب كتاب الله عز وجل خلاف قوله تعالى الطلاق مرتان إلى آخره هم الحمد لله يعترفون يقولون طلاق بدعي ما يقولون طلاق سني هذا ما يقولون عندهم طلاق سني بالمحكمة يقول لك أنت مطلق مرت إذا واحد يروح لهم يقول أنا طلقت مرت يقولون شون طلقتها سني لو بدعي يعني بدعة ويمضون طلاق البدعة يعني الشيء اللي مخالف لكتاب الله عز وجل مخالف لكتاب الله أنت اللي عقلك مقلوب أنت لازم تمضي كتاب الله تقول هذا الطلاق لا اعتداد به أما لا يمشي ليش لأن سيدنا عمر قال فإذا أنت قول كتابي عمر نبي عمر إمامي عمر إله عمر صدقهم هكذا حقيقة عن أئمتنا ورد هذا المعنى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأئمة عليه وسلم لما يفسرون ذلك يقولون أما والله ما عبدوهم مضمون الحديث ما عبدوهم ما اعتقدوا فيهم أربابا ولكن أطاعوهم في كل ما يقولون حتى إذا يكون خلاف الدين فصاروا بمنزلة من اتخذهم أربابا عبدوهم هو هالشكل اللي صاد صراحة عالم ما نقول صنمي قريش صدق صنمي قريش أبو بكر عمر يمضون كلام ماهما وكلام عائشة ستة الحسن والدلال يمضون كلام ها وكلام هذين الاثنين حتى على كتاب الله ناهيك عن العترة العترة حدث ولا حرج بس حتى كتاب الله يضربونه حتى يمشون كلام أولئك الأنذال هذا شو تسمي شوف هذا الاستدلال من ابن تيمية هكذا يقول أنه لا الحق مو مع علي لأنه عمر هكذا قال انت ولك يا أثول النبي صلى الله عليه وعلي يقول الحق ما علي علي مع الحق والحق ما علي اللهم أدر معه الحق حيث ما دار على الأقل هو من الثقلين الذين أنت مأمور بأن لا تقدم عليهما شيئا ليش ما تأخذ بقوله تقول رأيه هو الصواب مو رأي قوله حكمه العكس يسوي ثم يقول ابن تيمية يقول وقوله اللهم منصر من نصره واخذل من خذله خلاف الواقع عجيب شلون خلاف الواقع يقول فإن الواقع ليس كذلك بل قاتل معه أقوام يوم صفين فمن تصروا وأقوام لم يقاتلوا لم يقاتلوا معه فما خذلوا كسعد بن أبي وقاص الذي فتح العراق لم يقاتل معه وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله تعالى يقول هذا كلام كذب على الرسول صلى الله عليه وآله أنه اللهم انصر من نصره واخذل من خذله يقول هذا هم كذب ليش لأن الواقع يكشف أنه لا كثيرين ممن نصروا عليا لم ينتصروا هزموا في معركة صفين حسب دعوة كثيرين ممن خذلوا عليا مثل سعد بن أبي وقاص ما خذلوا أصلا كثيرين ممن قاتلوا عليا يعني عادوا عليا انتصروا الله نصرهم في الفتوحات بنوا أمية ومعاوية نشروا الإسلام وراية الإسلام في الفتوحات يعني أي إسلام إسلام أبي بكر عمر وعائش وبني أمية زين فهنا تلاحظون أيها الإخوة أن هذا الرجل قال بأنه يعني هنا نقطتان كذب قوله صلى الله عليه وآله اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وكذب قوله صلى الله عليه وآله اللهم أدر معه الحق حيثما دار يقول النبي إذا دعا له بهذه الدعوة لازم يكون الحق معه دائما وحنا شفنا أحيان كثيرا علي بن أبي طالب أخطأ مثل هاي الفتوى في الأبعد الأجلين وإذا كان دعا له بأن ينصر الله من ينصره ويخذل من خذله فاحنهم وجدنا الواقع خلاف ذلك ودعوة النبي مستجابة دائما فإذا ما يصير إذا هذه المقولة ليست من النبي صلى الله عليه وآله جوابا على هذا هذا رجل فضلا عن كونه ناصبا فإنه غبي أيضا غبي بمعنى الكلمة غبي الآن يتبين لكم أولا ناخذ النقطة وهي أول أول نقطة التي ذكرها تكذيب أن هذه الزيادة أنه وأدر الحق معه حيث دار صحيح؟ زين نحن نجد في مصادر أهل الخلاف أكثر من حديث يدل على هذا المعنى مع قطع النظر عن ألفاظ حديث الغدير في حديث الغدير هذا أيضا موجود ثابت ولكن نحن إذا شككنا أنه هل يمكن أن يقول النبي اللهم أدر ما علي الحق حيث ما دار ممكن لو ما ممكن ونفتش في باقي الروايات إذا وجدنا فيثبت فتش تفتش تقلب في مصادر أهل الخلاف تجد في مستدرك الحاكم المستدرك على الصحيحين ليش ألف الحاكم استدراكا لما في الصحيحين البخاري ومسلم لهما شرط يسمى شرط الشيخين أو شرط البخاري أو شرط مسلم يعني شرطه في تصحيح الروايات تصحيح الأحاديث فأهمل أهمل البخاري ومسلم كثيرا من الأحاديث والسنن والآثار لم يخرجاهما في كتابيهما فجاء الحاكم النيسابوري واستدرك عليهما في تلك السنن والأحاديث فألف كتاب ماذا المستدرك على الصحيحين كل حديث خرجه ذكره رواه وبعدين كتب هذا صحيح على شرط الشيخين مثلا ولم يخرجاه هذا صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه إذن هذا حكم من الحاكم بأن هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم هكذا ففي هذا الكتاب تقرأ هذا الحديث المرقم برقم أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانين عفوا وستة وسبعين أربعة آلاف خمسمائة وستة وسبعين بسنده عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله علي اللهم أدر الحق معه حيث دار وثم يعلق الحاكم يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه زين هذا شو تقول به يا ابن تيمية هذا حديث صحيح على شرط مسلم على مبنى وقواعد مسلم في تخريج الأحاديث صاحبه الصحيح هذا حديث صحيح النبي هم بصريح العبارة يقول رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار شنو مشكلتك مع هذا اللفظ شنو مشكلتك مع هذا المقطع طبعا هنا بالمناسبة أيضا بين قوسين ما يعجب المخالفين هكذا في مثل هذه الأحاديث لازم يضعون بإزائها أحاديث أخرى يضيفون إلى الأحاديث الأصلية كم مرة نقلت لكم هذا الأمر أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول مثلا الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة شيخ لهم في قبال أبو بكر عمر سيداء كهول أهل الجنة زين سدوا كل الأبواب إلا باب علي خلوا خوخة أبي بكر لا تسدون خوخة أبي بكر زين أنا مدينة العلم وعلي بابها ما سووا؟ أنا مدينة العلم وأبو بكر أرضها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها ومعاوية مفاتيحها شايف شلون هالزيادات فهذا الحديث أيضا تعرض إلى مثل هذه المؤامرة شوف المهزلة هذا الحديث وين موجود في مستدرك الحاكم رقم أشقد أربعة آلاف وخمسمية وستة وسبعين بعد عشر أحاديث أو عفوا قبله برقم أربعة آلاف وثلاثمية وستة وثمانين شوف شون يروي عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله أبا بكر ذاك الحديث شنو؟ رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار شوف هنا الحديث على لسان علي بن أبي طالب نفسه رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وضعوا هذا الحديث في قبال ماذا؟ ذلك الحديث شنو يعني رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة أبو سفيان أم زوجني ابنته وبعدين يعني شن ما الفضل ما المزية في ذلك بعد شوف كذب مفضوح أكثر من هذا تريد الحديث بكامل بهاراته ماكو أضافه البهارات والزيادات تجده في جامع الترمذي برقم ثلاثة آلاف وستمائة وسبع وسبعين عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة زين وأعتق بلالا من ماله هذا ما أضافه رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مر الله الله أبو ذر هذا طلع مو عمر يقول الحق وإن كان مر هذا عمر ترى ديروا بالكم رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مر فان تركه الحق وما له صديق عمر ما كان إلى صاحب مسكين ما كان إلى صديق مثل أبو ذر شوه شلون ياشين السرج على البقر ما ينفع أبو ذر صدق ما كان إلى صديق لأنه كان يقول الحق وإن كان مر عاش غريبا ومات غريبا أما عمر وين عاش غريبا مات غريبا وين ما إلى صديق الحمد لله كلهم أصدقاء خصوصا منظمات الدفاع عن الشواذ وما أشبه كلهم أصدقاء كلهم كانوا ويا شنو يعني ما كان أحد معارض لعمر إلا قلائل من الرافضة الأبرار فقط بقي كلهم في عهد عمر اقرأ أنت كان شديد الصطوة وكان الكل معه عموما كل معه وين أنه وإن كان مر تركه الحق وما له صديق بعدين يجيك ذاك الثالث رحم الله عثمان تستحييه الملائكة وآخر شيء رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار ضافوا لك ذاك كله على طريقة شنو أرضها وحيطانها وسقفها ومفاتيحها وإلى آخره لعب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله لعب لعب كذب مففوح تحريف زيادة وإنقاص تعمدا لجحود حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا ديدنهم مع الأسف الشديد على أي حال إحنا ما علينا إحنا المهم علينا حتى لو ناخذ الحديث كامل مع زوائد ومعه إحنا علينا بالفقرة الأخيرة رحم الله اللهم أدر الحق معه حيث دار هذا المعنى نطق به النبي صلى الله عليه وآله وهو يثبت ماذا على كلام ابن تيمية أنه لذا قال النبي هذا الكلام لكان بمنزلة النبي يجب اتباعه في كل ما يقوله نعم فإذن علي بمنزلة النبي يجب اتباعه في كل ما يقوله فهو الإمام هسه يجي ابن تيمية أو غيره يقول هاي الأحاديث حصلا ما أقبله حتى معها الزيادات آية أحاديث ضعيفة هذا الحاكم صحح هو يقول ما لي شغلة بالحاكم طوز بالحاكم يجي الترمذي يرويه طوز بالترمذي ها مو مهم ماكو مو سند صحيح سنده ليس صحيحا فيه فلان وهو ضعيف فيه فلان وهو مجهول نقول أيضا حين نفتش نجد شواهد و معضدات تعضد هذا الحديث وأن الحق دائما يكون ما علي بن أبي طالب بأسناد صحيحة نظيفة حسب مبانيكم أسناد صحيحة المأحد يستطيع أن يغمز عليها من تلك الأحاديث ما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد السابع الصفحة مئتين وأربع وثلاثين عن أبي سعيد يعني أبي سعيد الخدري قال كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وآله في نفر من المهاجرين والأنصار فقال ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الموفون الطيبون إن الله يحب الخفية التقي قال ومر علي بن أبي طالب وإحنا كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وآله والنبي حدثنا بهذا الحديث وإذا بولي العهد أقبل مر علي بن أبي طالب فقال صلى الله عليه وآله الحق مع ذا الحق مع ذا اللهم صلي على محمد وعلي محمد يعلق الهيثمي على هذا الحديث بقوله رواه أبو يعلى ورجاله ثقات يعني حديث شنو صحيح كل رواته ثقات هذا الحديث لما تضمه لذلك الحديث رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيثما دار لما تضم هذين الحديثين إلى حديث الغدير بتلك الألفاظ وأدر الحق معه حيث دار يتضح لك ثبوت المعنى وأن المعنى ثابت أن الحق دائما مع علي خاصة إذا ضممت إلى ذلك الأحاديث المستفيدة المتكثرة في هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي كل واضح فعلى هذا ثبتت هذه الأحاديث هذا المعنى المراد من النبي صلى الله عليه وآله ثابت ولا عبرة بتضعيف ابن تيمية ولا بجحده وإنما العبرة بما ألزم به نفسه في حال ثبوت هذه الأحاديث وهو قوله لكان بمنزلة النبي يجب اتباعه في كل ما يقوله إذن أمير المؤمنين يجب اتباعه في كل ما يقوله ولا يكون ذلك إلا الإمام المعصوم لأنه إذا لم يكن معصوما كان يخطئ ولا يجوز لنا أن نتبع الخطأ ولا يعبدنا الله عز وجل باتباع الخطأ عمدا هذا لا يجوز ولا يسوغ هذه النقطة الأولى التي حاول ابن تيمية بجهله بعدم اطلاعه على الأحاديث بتهوره أن يشكك فيها النقطة الثانية شنو حقيقة هذا الرجل غبي ماذا كان يقول وقوله اللهم انصر من نصره واخذل من خذله خلاف الواقع فإن الواقع ليس كذلك بل قاتل معه أقوام بل قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا كسعد بن أبي وقاص الذي فتح العراق ولم يقاتل معه وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله تعالى وحشرك معهم يحاول أن يشكك بهذا المقطع من الحديث الشريف في حين هذا المقطع من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وآله الله موالي من وآله وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ثابت بأسناد صحيحة عند القوم ثابت من تلك الأسناد ما ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد التاسع الصفحة 105 عن سعيد بن وهب وعمر ذي مر وزيد بن يثيع أو يثيع قالوا سمعنا عليا يقول نشدت الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم لما قام فقام إليه ثلاثة ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والي مولاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله يعلق الهيثمي على هذه الرواية بقوله رواه البزار ورجاله رجال الصحيح مثل رجال بخاري ومسلم رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقتون يقول فطر بن خليفة ليس من رجال الصحيح لكنه ماذا ثقة فإذن المعنى أن الحديث ماذا صحيح لأن كل رجاله ثقات إسناده متصل ورجاله ثقات فالحديث صحيح حديث صحيح فيه صراحة قوله صلى الله عليه وآله وانصر من نصره واخذل من خذله بل وفيه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه ناهيك عن قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاده هذا كله موجود بأسناد صحيحة أيضاً الهيثم أيضاً ينقل في مجمع الزوائد في المجلد التاسع الصفحة 106 عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غديركم اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وأعن من أعانه ثم يعلق الهيثم بقوله رواه الطبراني ورجاله وثقوا رجاله أيضاً ماذا تم توثيقهم فهم ثقات الحديث أيضاً صحيح يجي ابن تيمية هذا ويقول هذا خلاف الواقع ليش خلاف الواقع يقول النبي دعا له بأن ينصر الله من ينصره احنا شفنا جماعة نصره وقد هزموا دعا بأن يخذل الله من يخذله وإحنا وجدنا الذين خذلوا عليهم بل الذين قاتلوا عليهم الله نصرهم هذا غباء تدري ليش لأنه ابن تيمية حسب النصرة والخذلان بمعنى الدنيوي مادي فكأنه لأن مثلاً أمير المؤمنين عليه السلام لم ينتصر في صفين على حد زعمه فإذن وأصحابه لم ينتصروا فإذن بطلت دعوة النبي فإذن على هذا لم يكن النبي قد قال ما قال في دعائه هو يحسب مفهوم النصرة بمفهوم ماذا دنيوي رخيص إذا كان الأمر هكذا إذن الله عزيزي لازم تحذف آيات من القرآن الحكيم الله تعالى ماذا يقول في كتابه في سورة غافر إِنَّا لَنَنْصُرُ رُّسُّلَنَا بصريح العبارة الله يقول أنا رح أنصر رسلي إِنَّا لَنَنْصُرُ رُّسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ سؤال كثير من الرسل قُتِلُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَمْ لا ماذا حصل في يحيى بن زكريا قُتِل أَمْ لَمْ يُقْتِل عليهما السلام استشهد قتلوه وين إذن نصرت الله ليحيى بن زكريا يا إبن تيمية إذن لازم تكذب بهذه الآية تحذفها من سورة غافر أصلا ماذا جرى على أنبياء بني إسرائيل الذين الله عز وجل في سورة آل عمران يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلا يخاطب اليهود لما طلبوا منه قربانا تأكله النار ماذا يقول تبارك وتعالى يقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الشكل طلبوا من النبي يردون معجزة بكيفهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين يعني الله يثبت أن اليهود بنوا إسرائيل قتلوا أنبياء رسل عدة هذا خذلان كان لرسول الله عز وجل الله خذلهم الله لم ينصرهم مع أنه وعد بقولي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فإذن ما معنى النصر والخذلان إنما هي نصرة الدين ونصرة النبي والوصي في الآخرة النصر المعنوية في دار الدنيا والنصر المعنوية والمادية والمقامية في دار الآخرة والخذلان كذلك الخذلان في دار الدنيا هو الخذلان المعنوي أن هذه الشخصية التي عادت الرسل عادت الأنبياء عادت الأوصياء تسقط في الدنيا مهما بلغت مهما صعدت شوف أنت الآن يزيد عليه اللعنة قتل الحسين عليه السلام حسب مقاييس ابن تيمية الله نصر يزيد على الحسين وخذل الحسين والعياذ بالله أما الآن في الواقع من الذي انتصر الآن الآن نحن في هذه السنة من المنتصر يزيد أم الحسين شوف بالعالم هذا كله أكو واحد يذكر يزيد أصلا يمجد بيزيد يعتبر يزيد قائدا أكو منهج يزيد أما الباقي هو الحسين اسمه يعلو 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 منهج الحسين ذكر الحسين على كل منبر في كل مكان فالذي انتصر هو من الحسين عليه الصلاة والسلام والذي سقط وانهزم وخذل من يزيد عليه الله وعلى هذه فقس سائر الموارد نحن الآن هذا في عصرنا يشهد سقوط مريح لأبي بكر وعمر وعائشة الذين حاربوا أهل البيت في حين أهل البيت يصعدون أنت تشوف أهل البيت يسقطون زمن بعد زمن رغم المحاربات التي تعرضوا لهم من من أهل البيت لم يرتفع قدره مع مرور الزمان قل لي من المعصومين عليهم الصلاة والسلام من الأئمة الاثنى عشر الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام كلهم يرتفع مقامهم يوما بعد يوم في حين على الجانب الآخر أولئك مع ما أضافوا عليهم من قداسات ومن فضاء المكذوبة ومناقب موضوعة ودام الآن يسول لهم أفلام وسلسلات حتى يرقعون صورتهم شوية أمام الناس موشكل إلى ماذا وصلوا يوم بعد يوم عمر يسقط والدليل واضح أنك تعال انظر الآن عندك طائفتان من البشر طائفة تعتقد بأمير المؤمنين تعتقد بلأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وطائفة تعتقد بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه موشكل أي الطائفتين في ازدياد وأي الطائفتين في نقصان سؤال أكو واحد يروح من هاي الطائفة الأولى من طائفة أهل البيت يروح إلى الطائفة الثانية عمرك سمعت أما كم من الطائفة الثانية ديت ناقص عددها يروح للطائفة الأولى فمن الذي ينتصر سنوات معدودات وتجد بأنه أبو باكر وعمر وعائشة ومن أشبه يذهبون كلهم إلى مزبلة التاريخ كلهم ما تبقى نفس على الأرض تحترم هؤلاء الظلم الفجر المنافقين ما تبقى نفس على الأرض أما في المقابل كل الأرض سيذكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليه وسلم بآيات الإعظام والإجلال فالذي انتصرهم أولئك هذا الجاهل هذا الغبي من تيمية فضلا عن نصبه فضلا عن عداوتي غباء عنده يفسر معنى النصر يقول هذا خلاف الواقع فإذن النبي ما قال هذا الكلام أي واقع أنت تحدث عنه أنت لازم تنظر إلى مجموع الدنيا والآخرة المحصلة النهائية من النصر تنظر إليها الخذلان بمعناه الأوسع الأكبر تنظر إليه لو كان يتدبر مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة القصص يقول سبحانه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون إذن الخذلان وين يقع لهؤلاء الأئمة الدعاة إلى النار حتى الخذلان المادي إنما يقع في يوم القيامة أما دار الدنيا دار ماذا بلاء وامتحان فقد يعلون في دار الدنيا علوا ماديا وليس علوا شرفيا معنويا مقاميا ما يعلون إلا بالخداع والتضليل ثم يسقطون ثانية يهوون ثانية إذا أردت الخذلان لهؤلاء فإنما يتحقق في دار الدنيا بهذه المعاني المعنوية وأما في الآخرة فيتحقق حتى بالمعنى المادي أيضا يروحون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون هذا هو المعنى فإذن ليس بهذا الواقع الذي أنت فهمته هكذا بناقض لقوله صلى الله عليه وآله اللهم أنصر من نصره واخذل من خذله دعاء النبي مستجاب وقد نصر الله عليا وخذل أعداء عليا وما زلنا نشهد استجابة دعاء النبي إلى يومنا هذا هذا الذي نعيشه الآن أن الله عز وجل ينصرنا أن الله عز وجل دائما يزيد عدد الشيعة في العالم وينقص عدد المخالفين في العالم هذه استجابة لدعاء رسول الله في يوم الغذير افهموها وإلا إحنا ترى كلنا مقصرون إحنا ما عندنا شيء إحنا هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله إحنا الحكومات تحاربنا الأحزاب تحاربنا شياطين الجن والإنس يحاربوننا موهشكل إحنا الشيعة مو بس الآن من 1400 سنة كم مجزر وقعت على شيعة أهل البيت حتى يقضى عليهم كم مر صار تطهير طائفي لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قضي على الشيعة ما قضي عليه زادهم الله بركتان ونماء وانتشار وكثرة عبر العصور مع أن هذه الطائفة من البشر أكثر طائفة حوربت في التاريخ البشري كل أنا أتحدى أي واحد يجيب لي طائفة أي طائفة دينية أخرى في العالم في التاريخ البشري كله تعرضت إلى ما تعرض له شيعة أهل البيت من مجازر من مظالم من اضطهادات من سجون من سفك دماء من محاربات ما حت تعرض مثلنا ترى ما حت تعرض مثلنا وما زلنا نتعرض ودونكم هذا الذي يجري في العراق هذا الذي يجري في أفغانستان هذا الذي يجري في باكستان ترى الأخبار حتى ما توصل لأنه صار شيء عادي يعني حتى الآن بالقنوات ما ينقلون أنا كنت عند واحد من المشايخ من العلماء قبل فترة من الإخوة الباكستانيين نقل لي قال لي شيخنا كل يوم ترى أكو ذبح للشيعة في باكستان كل يوم حوادث يوميا بس أصلا ما أحد يحس بيها لأنه صار شيء معتاد فحتى الوسائل الإعلام ما تنقلها لأنه يوميا موجود يوميا ولا أحد يحس يوميا هذا موجود في كل مكان فما الذي ينصرنا ما الذي يجعل التشيع ما زال صامدا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غديركم اللهم انصر من نصره واخذل من خذله هذا هو الواقع الله يخذل أعداءنا وينصرنا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله في الليالي المقبلة بارك الله بكم أحسن 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 الاتصالات ومداخلات من الأخوة في مضمون الحلقة اليوم إن شاء الله نتمنى من الأخوة اللي يتصل واخذ دورها يعطي مجال الأخوانة يتصلون إن شاء الله ويالي تتخلون تعطون فرصة للمخالفين إن يشكلون يمكن الله يهدي فيهم واحد اثنين يعلون تشيعهم فالشيء نقول لهم أسعد الله أمامكم عطوا مجال لأخوانكم المخالفين في عندك التصال محمد اللهم اصلي على محمد وعلى بيته طيبين الطهرين وعجل فرجهم ولا نعذاهم نأخذ الأخ محمد من الجزار السلام عليكم أخواني محمد السلام عليكم اخواني محمد اتفضل ايه شوء بدل شوء للشيخ نعم تفضل بس صوت صوت شباب صعدون صوت شوي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحسن الحسيسي بس عدد يشنع نعم في جزائر أسمع به ست وكثير سنان في عمري وأسمع بهذا الحديث لكن لما أسمع بأن عبد الضكرة وعمر سقفة إن شنع من أين أعطى بهذا الحديث إذا كان نسمع حديث ما كان نهي يكذب علينا إذا كان بسد يتكلم بسد لا تكلمش أنا أهو محمد محمد أعطاك سماحة الشيخ أعطاك المصدر ليش ما أسمعت عدد لماذا لم تسمع جيدا أعطاك المصدر سماحة الشيخ لا أنا أسمعت الحديث وهذه الحديثة كان يتكلم معها أنا في سنة نسمع بها بس أنه يقول أعضو بكر صديق عمرو خدام أعطاك المصدر بأنهم صقفة وعذاب هذا كذب إذا يتكلم يتكلم بصدق يتكلم موجود عندكم في المدهد نولي يجيب أصلا أصلا أنا أنا أنصحه أن يذهب إلى طبيب نفساني فاع انه مريض لحظة محمد ليش ما تتكلم محمد اسمعني 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 انا موجودة لها اخلاس منها لما اسمع بها انا انفعه عن يذهب الى طبيب مستان سكروا سكروا ظاهر الاخ مراضي يفهم سمحت الشيخ بعد شو هي لما ناخذ الاخته محسن المصدر بس عطى اياه حتى ان كان الله يهدي المصدر ناخذه محسن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعامريكم السلام عليكم من حسن وين تكلمين اختي؟ من القطيف القطيف تفضل اختي اللهم اقل على محمد والمحمد وعجل فرجهم والعن عدائهم ومسرشيعتهم اللهم العن الاول والثاني والثالث والرابع ويزيدا خامسا اللهم العن كل من عادى وآذى وجافى عليا السلام على شيخنا المجاهد الناصر للزهرة حبيب قلوبنا وقاهر اعدائنا الشيخ ياسر الحبيب ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقدم أحر التبركات والتهاني عامة للأمة الإسلامية جمعاء وللإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف خاصة مبارك عليكم شيخنا ليلة تنصيب سيدنا ومولانا ورئيس مذهبنا أبل حسن أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين وإمام المتقين ويعسوب الدين وكل عام وأنتم لعلي من الموالين والمقربين شيخنا عندنا سؤال جرت عندنا عادة توزيع الحلويات والملبسات في أفراح آل محمد عليهم السلام وذلك في محيط العمل أو الدراسة فهل يجب توزيع الحلويات على أهل العامة؟ وهل يستحقوا أن ينالوا بركة محمد وعلي محمد؟ السؤال الثاني ما رأيكم بكتاب الجفر؟ وشكراً ورحمة كتاب الجمل؟ الجفر الجفر أه الجفر عفوا بارك الله شكراً معروف الجفر أه الأخ أشرف عبد الرحيم من لندن السلام عليكم أخي أشرف أهلو السلام عليكم أخي أشرف السلام عليكم سلام تفضل تفضل أيوه نعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلو إن شاء الله أنا أحب الليلة أهلتشجع إن شاء الله عليه الشيخ من أين تتكلمنا الصباح؟ بلندن من لندن بلندن من أين حضرتكم؟ من السودان من السودان تفضل معك سماحة الشيخ ثبتك الله على الإيمان إن شاء الله قل على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن الإله إلا الله وأشهد أن خلي أنا ما أسمع ترى إيدي أبس صوت أفعل صوت أخواني أخي الكريم تسمعني أمدار أيوة أيوة سامعة قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير ولا شبيه له ولا نظير له أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين ومبرأ من كل عيب وشين أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وفاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم أبرأوا إلى الله من أبي بكر وعمر من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار صلو على محمد وآل محمد الله صلو على محمد وآل محمد الحمد لله بارك الله بك يا أخي الكريم أسأل الله لك الجنة بشفاعة محمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام فبتك الله على الإيمان وهنيئا لك ركوب سفينة النجاة والالتزام بالإسلام الحق ولكن تحلى بالورع والتقوى فإنه جاء عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ما مضمونه أن كيدوهم بالورع كيدوا أعداء الشيعة بالورع الورع صفة ملازمة دائما لكل شيعي حقيقي ثبتك الله وأنار دربك وقلبك وشرح صدرك للإيمان إن شاء الله أخي أخي أشرف أنت مغيم في لندن من جمهورية سودان نعم؟ من متى في لندن؟ من عشر سنين من عشر سنين كيف توجهتم إلى التشيع وكيف اهتديتم؟ والله طبعا كان في أهمها كان في أشياء يعني تعترج في صدري من أهم الأشياء اللي هي مثلا المثرة بتاعة مظلومية الزهراء سلام سلام الله عليها وكان في عدة مسائل وعشياء يعني ترتبط بأبي بكر موجدت عند الشيخ إجابات كثيرة جدا لأشياء يعني كنت أتساءل عنها نعم الحمد لله يعني كل شيء يعني كنت أتجولت في عدة مذاهب وذهبت في عدة طرق وبحثت في مدارس كثيرة الحمد لله وجدت في الشيخ يعني نعم أخي أشرف ما هو مذهبك السابق الغديم؟ والله ما كان الجمع السابق لكن كنت أميل للتصوف التصوف نعم ومتى بدأت رحلتكم للبحث عن الحقيقة؟ والله من أربع سنوات من أربع سنوات كنت تطلعون على المحاضرات أم فقط قراءة الكتب؟ لا طبعا قراءة الكتب والمحاضرات إن شاء الله ثبتكم الله على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم وهنيئا لكم في هذه الليلة المباركة ليلة تنصيب أمير المؤمنين ركوبك سفينة النجاة وولايتك لأمير المؤمنين سلام الله عليهم هنيئا لك أخي أشرف فقط اجعل رغم تلفونك عند الأخوة اتركه في الأسفل إن شاء الله ونتصل معكم إن شاء الله ونعطيك هدية عبارة مجموعة من الكتب إن شاء الله ممكن أنا أطلب بالدعاء اليوم أخمي الأخوة من الشيخ إن شاء الله إن شاء الله أعيدك بأن أدعو لك هذه الليلة إن شاء الله دعاء خاصا ثبتك الله عز وجل إن شاء الله ونريد منك جميع الأخوة من السودان إن شاء الله تهديهم إلى التشيع إن شاء الله وولاية أمير المؤمنين سلام الله عليهم بارك الله بك وبي أهل السودان حياك الله أخوي أشرف حياك الله نعم عندكم اتصال أخواني نعم عندنا أخوة سمحت الشيخ في أخوة كثر منهم الحجية محمد خليل تبارك لكم عيد الغدير بارك الله لها وعليها جزاها الله خيرة نعم قضى الله حواجه إن شاء الله نعم ممكن فقط نجيب على الأخ محمد من الجزار إن شاء الله الله يهديه لأنه هو شوية معصب علينا وشان حمل علينا مندفع شوية مندفع شوية فهو الحديث تفضل ممكن تشرحه سماعت الشيخ هو الظاهر ما فهم كلامي جيدا أنا جئت بهذا الحديث المكذوب الذي فيه أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وأبو بكر أرضها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها ومعاوية مفاتيحها جئت به كشاهد على أنه عموما في التراث البكري هناك كثير من التحريفات للأحاديث الصحيحة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله فإن الحديث الصحيح هو أنا مدينة العلم وعلي بابها على رغم أن في من أراد أن يضاعف الحديث فإنه حديث صحيح الذي صنعه بعض البكرية بعض محدثيهم بعض الوضاعين منهم وكلهم وضاعون في الجملة أنهم أضافوا لهذا الحديث زيادات أنا لم أقل إن هذا الحديث مما تقر به البكرية اليوم فإن الحمد لله أعلام البكرية كالشوكاني ذكروا أن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الموضوعة الشوكاني له كتاب بعنوان اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة هذا اسم كتاب الشوكاني وفي هذا الكتاب ذكر الشوكاني هذا الحديث وضعفه وقال هو موضوع أنا جئت بهذا المثال في استرسالي للكلام حتى أبين أن ما بين أيدينا الليلة من الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وآله كما صححه الحاكم رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار هذا الحديث تعرض إلى مثل ما تعرض له ذلك الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابه فقلت إن الزيادات التي جعلوها في هذا الحديث كما ذكره الترمذي في جامعه ووصف الحديث بالغرابة قال رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق رحم الله عثمان تستحييه الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار أنا جئت كشاهد على أنه التدخلات تأتي في الأحاديث الصحيحة حتى لا تنحصر الفضيلة بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الآن الأخ محمد من الجزائر يقول أنه إحنا ما سمعنا بهذا الحديث لماذا يكذب علينا يا أخي أنا لا أكذب عليكم هذا الحديث موجود عندكم نعم أنتم تضحفونه ولكن هناك أحاديث كثر أخرى أنتم تقوونها وتصححونها ونحن نحكم بضعفها هذا هو النقاش العلم أنتنا ما تجيب يقول إحنا ما سمعنا غير أنه العشر المبشر وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وإلى آخيري طيب هذا الحديث موضوع نحن نقول موضوع أما أنتم تصححونه أنت عليك أن تبحث أنت عليك أن تكون مدققا حتى تكتشف التزوير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حديث العشر المبشر حديث مزور مثل تلك الأحاديث مزور هذا الحديث الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة ليسوا هؤلاء استثني علي صلواته الله عليه ليسوا هؤلاء وقد أقمنا الدليل على ذلك في محاضرات سابقة قلنا إن كان شهد لهم في الجنة فكيف يقول في الحديث الآخر الذي أخرجه مالك بن أنس وأظن أن الأخ مذهبه مالكي على عادة معظم أهل الجزائر الذي يقول فيه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله أتشهد لنا مضمون الحديث لما النبي بعد معركة أحد لشهداء أحد يقول هؤلاء أشهد لهم يعني أشهد لهم بالجنة فيقول ونحن أبو بكر يخاطب النبي حديث موجود أخرجه مالك بن أنس في موطئه يقول له أبو بكر ونحن يا رسول الله ألسنا أصحابك ألم نجاهد كما جاهدوا وننصر كما نصروا ونصلي كما صلوا إلى آخره فيقول له النبي صلى الله عليه وآله بلى ولكني لا أدري ما تحدثون بعدي يعني حتى أبو بكر غير مشهود له في الجنة وإلا لقال له النبي صلى الله عليه وآله بلى ولكن لا أدري البقية ماذا يحدثون بعدي إلا أنت يا أبا بكر فإنك مشهود لك في الجنة ما كان شيء من هذا القبيل لو كان هذا الحديث صحيحا حديث العشرة المبشر هذا الحديث المزور لحتج به أبو بكر حين نازعه القوم في سقيفة بني ساعدة الأنصار لقال لهم أنا من أهل الجنة لماذا تنازعوني أنا أول من شهد له النبي بالجنة في حديث العشرة المبشرة إلى غيرها من إشكالات وإبطالات كلها تنبئك عن أن هذا الحديث مصنوع موضوع وضعه متأخرون عن زمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن شاكل حتى يصحح خلافة هؤلاء ليس إلا فالأخ علي أن يكون متثبتا ولا داعي لأن يستخدم مثل هذه التعابير اذهب إلى مصحة عقلية وما أدري فإنه مريض إلى آخره لأنه ترى هذه وسيلة العاجز هذا معروف النقاش العلمي لما نتكلم نتكلم بعلم خلص أما الدخل عبارات مصحة عقلية وما أدري المريض وكذا أخونا نقدر نقول أيضا طن من مثل هذا الكلام ولكن ما الفائدة فيه غير السباب ورد السباب لا نصل إلى نتيجة نحن نريد أن نصل إلى نتيجة يا أخي الآن نحن على مفترق طرق هذه الليلة هذه الليلة مفترق طرق إما جنة وإما نار من بايع علي في هذه الليلة إلى الجنة التزاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن لم يبايع علي نعوذ بالله إن مات على تلك العقيدة الباطلة فهو إلى النار قال رسول الله صلى الله عليه وآله تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من هم يا رسول الله قال هذا وشيعته علي وشيعته صلوات الله عليه الآن أنتم هم تروحون تغيرون بالحديث يقولوا ما أنا عليه وآصحابي أنهم يجيبون نفس الحديث قالوا لرسول الله من هي قال ما أنا عليه وآصحابي هس بالله عليك أي عقل يقبل هذا الكلام إلا أن يكون الشخص أب له ما أنا عليه وآصحابي ليش هم أصحابه كانت فرقة واحدة له تسعين فرقة كل جماعة من الأصحاب كانوا فرقة ألم يتحاربوا فيما بينهم ألم يختلف بعضهم مع بعض ألم يتعادى بعضهم على بعض فإذن لا يمكن أن يقول النبي أنا ما أنا عليه وآصحابي لأنه ليس في ذلك بيان لطريق واضح كأنه فسر الماء بعد الجهدي بالماء ما وصلنا إلى شيء ما أنا عليه وآصحابي طيب علي من أصحابك نعم معاوية أيضا من أصحابك طلح والزبير من أصحابك نعم طيب أنا أروح مع هذا الجيش لو مع هذا الجيش لأن ذول هذا تحاربوا علي كان في جيش مع أصحابه وطلح والزبير وعائشة في جيش آخر إذا تقول ما أنا عليه وأصحابي هؤلاء على الحق طيب أنا أروح مع هذا الجيش لو أروح مع هذا الجيش شو أسوي يعني أسوي هذا اللي قبل المباراة يسوي القرعة هالشكل يسوي الواحد يقول أروح مع علي لو أروح مع طلح والزبير وعائشة أروح مع من؟ لأن هذا موصل للجنة هذا موصل للجنة هذا هراء هذا ما يقبل به أحد الذي يقبل به العقل نعم قول النبي صلى الله عليه وآله وأدر الحق معه حيث ما دار أي الحق ما علي تروح مع جيش علي بن أبي طالب تحارب عائشة تحارب طلحة والزبير متروح مع أولئك تروح جهنم نعوذ بالله نعم سماحة الشيخ عندنا الأخت محسن الغطيف تقول بس قبل ناخذ ظاهر الأخبار جاهم اتصال من تونس بعدين نجاوب على سؤال الأخت محسن من هو معي من تونس السلام عليكم أخويا معك حبيب من تونس حياك حبيب تفضل معي الشيخ عبدالي الخلافة نعم تفضل أنا حتى نشكي للشيخ الحبيب إن مخصة مساء الصالات هل يجوز الصلاة ولا المخالفين لأني أنا متشيع مستبطر إن شاء الله ما شاء الله بارك الله من أخوي حبيب إن شاء الله أنت شيعي من متى وأنت شيعي أنا شيعي منذ سنين إن شاء الله استفسرت ولعنص الله على عمر أو بكر أو عائشة بارك الله منذ فترة طويلة ولا قصيرة منذ سبع سنين تقريب سبع سنين بارك الله فيك وهل كنت شيعيا رافضيا أم بتريا أنا كنت مبكريا وكنت على جهالتي وكنت وأنا ظالا ولحمد الله خرجني الله من الظلمات إلى النور إذن الله السماء العليم ونعود أجابعكم يا سبيلسيخ يا سبيلسيح الحبيب وحبه في الله كثيرا وربي جضي وفهم وأنا كذلك إن شاء الله وأنا كذلك أدعو لكم ونحب لصلاة شيخ يا سبيلسيح الحبيب أنا بسهر الصلاة هل يجوز صلاة ولا المخالفين وخاصة طن الجمعة نعم لا تجوز أخي الكريم فإن من شرط الصلاة أن تكون خلف العادل والذي لا يكون على عقيدة الإسلام الحقيقية لا يكون عادلا وهذا حكم إجماعي عندنا ولا تلتفت إلى فتاوى بعض البتريين من منتحلي المرجعية ممن يجوزون الصلاة خلفهم الصلاة خلفهم لا تجوز إلا في مورد واحد وهو مورد التقية يا شيخنا سمحني يا شيخنا لأننا في تونس مع الناس لحسينيات وعننا إلى المساجة السنية صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم أخي الكريم وأنا أعلم بعض الأخوة المتشيعين في تونس من قبيلة عسكر بني عسكر يصلون في بيوتهم منتبلت عسكر فيصلون في بيوتهم على المعتاد يعني يجمعون في البيوت وفي هذا خير وبركة إن شاء الله تعالى وهكذا ما أمرنا به أئمتنا للعلم أئمتنا أمرونا بأن نصلي في بيوتنا في دولة الظلم وفي حال فقدان شرائط صلاة الجماعة نعم في حال التقية أي بمعنى أنه تتعرض إلى ضرر إن لم تصلي معهم وتجمع معهم فلك ذلك ولكن التقية بالنسبة إليكم منتفية فإن أحدا لا يتعقبك إذا لم تصلي مثلا في المسجد الجامعي معهم فيقتلك أو يضرك مثلا لا أنا شيخ حبيب أنا من ناحية الشرائية لأن في حديث يقول لا تجد فلا جار المسجد يعني صح هذا الحديث في خلال البيت نعم إذا كان نعم هذا حديث موجود أيضا عندنا هو صحيح ولكن المراد بهذا الحديث هو من يتغافل عن حضور المسجد إنكارا له وليس على الإطلاق والعموم هذا أولا وثانيا شرطه أن يكون المسجد مؤسسا على البر والتقوى لا مسجد غير مؤسس على هذا الشرط والمسجد الذي يذكر فيه الباطل كما في خطبة الجمعة إذ يترضى فيه مثلا على أئمة الجر نعم وأمثالهم فهذا في حكم الشرع مسجد ضرار لا تجوز الصلاة فيه أحسنت أخي حبيب بارك الله فيك وسعد الله يامكم نشكرك على المداخلة بارك الله فيك نأخذ الأخت خديجة من فرنسا السلام عليكم أختي خديجة السلام عليك يا أخي عبد الله وإي نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام على شيخنا الأزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله نحبك في الله والله يعلم بذلك جزاكم الله خيرا بارك الله شيخنا الأزيز قد تسيئنا على أيديك الحمد لله هنيئا لكم بارك الله بكم أنا كنت بكرية والآن بحمد الله شعية الحمد لله في الحقيقة كلامك يقبله العقل وأطلب من الأخ الذي تكلم معك بدون أدب أطلب منه ومن البكريون أن يفتحوا أعينهم ويبحثون كثيرا ويسمعون شيخنا ياسر الحبيب والله يريد لكم الخير يشهد الله بذلك الحمد لله بارك الله بك بصرات الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين شيخنا العزيز نريد منك السيرة الحقيقية لحديبنا محمد عليه الصلاة والسلام وأريد منك حديث صحيحة حديث راتول الله عليه أفضل صلاة والسلام وآله صحيحة يعني نحن تبعنا من قبل أحاديث نصها مكدوبة لا نعرف الصح من الغلق والمشكلة كلنا غاسبين على أهل البيت والله محبهم والله يعلم بذلك هنيئا لكم وأطلب منك التانية الفتعو معي ومع زوجي وأولادي بالتباتي والهدايا إلى طريق المستقيم والنجاح في دينهم ودنياهم أرجوك يا شيخنا لا تنسانا إن شاء الله تعالى إن شاء الله هذه الليلة إن شاء الله أدعو لكم ولكن شكرا كثيرا يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين اللهم صل على محمد نأخذ الأخ محمد من الجزائري ممكن نفسه الأخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا خيبهم السلام ورحمة الله أنا جزائري نعم أولا أريد أن أشكر الشيخ يا سيد الحبيب على كل هذا النور جزاكم الذي نورنا به جزاكم الله خير أنا مسلم لا شيعي ولا بكري أقول لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاذا الجزائري هكذا قبل قليل تكلم أحد من الجزائر وقال كلام لا تلوموه هذه عقلية جزائريين بنسبة لنا ما قلتم غريب لا أطلب منكم أطلب منكم أن تتفهموا الوضع بكريين عمريين نحن لا بكريين ولا عمريين أنا أقولك صراحة صراحة مثل جزائريين مسلمون بيكون في علمك بحكمتنا الجزائر دولة فاطمية أنا قصتي مع أهل البيت قصة استطيع أن أقول بلي غريبة كنت على وشك عملية جراحي على بصري فقدت بصر وبقى لي بصر بقى لي عين أردت كان لازم علي أن أجري عملية جراحية هذا كان بشهر رمضان الموسم الماضي تدرعت إلى الله في المنزل أرقمت الليل دعوت الله لأنني عندي بنتين صغيرتان دعوت الله تدرعت إليه استجاب لي منذ هذا الحكام كان لي صديق أولا كان لي صديق كان دايما يقول لي هل تحمدوا الله نقول نعم نحمد الله يقول لنا إنكم تقولوا تحمدون الله ولكن هل تحمدوا الله صح أنا لم أفهم قلت سيدة يا درويس يا حاجمي هذا القابل وعندما تريد العملية جراحية على بطريب بدأت أحسس غريبة رأيت في المنام رأيت الناس يصلي في المسجد بالمحراب أمامي وهم يصليون بجانب المحراب تحيرت ماذا يفعلون لماذا يصليون هكذا هذه أولا ثانيا رأيت نفسي في الكعبة العظيمة الكعبة المعظمة ويديها الحجر أدعو الله وأبكي وعندما رفعت رأسي رأيت إمرأة داخل الكعبة لباس أبيض وتنظر إلي وقلت سبحان الله بكل صراحة صراحة أقلي تسرسل تدب دب دب لم أفهم شيء ومن هادة اليوم بدأت أن أبحث وأصار حكم القول أنا لست من يلعن الناس بطبيعة شخصيتي حتى هذه شخصيتي لا ألعن الناس ولكن وللأمان أصار حكم أن فاطمة الظهرة عليها السلام وأكرم فاطمة الظهرة عليها السلام هي في قلبي وهي البصر بصري الذي بقى لي إلا أرى به أنا أنا أنظر إلى فاطمة الظهرة عليها السلام كأنها سكنت في سلام الله على الظهرة أخونا محمد لا أستطيع أن أعبر في العاتفة كده ولكن أنا أقول ما أحش نعم أحش بفاطمة الظهرة فيها أنا وبدأ وكل الفصل يعود من ذلك الوقت بدأت أن أبحث بدأت أن أبحث عن حقيقة الإسلام وأقول للناس العامة في الهائلات هائلات لم أقرأ ولا كتاب واحد من مدرس أهل البيت سلام الله لم أسمع حديث واحد من مدرس أهل البيت ولكن أقول لهم منظر المتناقضات الموجودة ما هذه الحكايات ما هذه الأحاديث كيف أبا هوريرا حافظ عشرين ألف حديث أو ما أسجد عشر ميجا ميجا أوكتفي مخو الله لا صراحة صراحة أه أه أكلمكم على كلمة واحدة أقول لكم فاطمة الزهرة عليها السلام عليها السلام عليها السلام عليها السلام الله منعلم العلم من ظلمه اللهم يدل جلل الإكرام من آداءه اللهم اضمره اللهم اضمره أنا لا ألعلم ناقصك بس تصير شيعي أخوي محمد إن شاء الله غريبا تعلن التشيع إن شاء الله على هذا المعنى الذي يقوله هو شيعي اسمع لي يا أخي أنا لا أتصور أنا إنسان يأتدي بمصق بقرآن لا أستطيع أن أهديه كيف بالله عليك كيف حافظ رسول الله كيف سيد الحسين عليه السلام يقطع رأسه هكذا هكذا نعم نعم أخوي محمد نشكرك وإحنا سراح مان من كلامك ولكن في هم مداخلات ولوقت البرنامج بدأ إينهي نعم 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 الله فنشكرك نعم 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 وأقول صح للآمانة شهدت شهدت نيدة للتبروات للآمانة للآمانة للآدوم لأدعو لكم أعدمك مبارك الله بارك الله مجور أخوي محمد أسأل الله أن يقوي إيمانك إن شاء الله يقوي إيمانك إن شاء الله حياك الله أخوي محمد سنقت الشيخ تقدر تتعلق على الأخ محمد قبل أن أخذ الاتصال يعني فقط أقول أن هذا الذي فهمته أخيرا من محصلة كلامي أنه شيعي فإنه إذ يوالي الزهراء عليه السلام ويوالي الأئمة ويدعو على من ظلمها وقد قال لعن الله من ظلمها فهذه براءة فالركنان قد وجد الولاية والبراءة وليس التشيع إلا هذا فهنيئا له إن شاء الله ولكن علي أن يقوي إيمانه أكثر إن شاء الله حتى يزداد معرفة ويزداد إيمانا وهو على الجادة الصحيحة هو على الطريق الصحيح فليمشي أكثر إن شاء الله وليسع الله شباب آخر اتصال خلنا أخذه من الأخذار الدراجي من العراق وبعدين نجيب على السلة ونهي البرامج إن شاء الله السلام عليكم خيثار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا سعد الله إيامكم إن شاء الله أجمعين إن شاء الله شبابة الولاية نبارك لصاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وإياكم سماحة الشيخ عيد الله الأكبر عيد الغدير سماحة الشيخ السؤال العول حقيقة هناك رواية للإمام الصادق عليه السلام عن المفضل يقول يا مفضل كل بيع قبل ظهور القائم عليه السلام فبيعة خبر ونفاق وقديعة لعن الله المبايع بها والمبايع له ألي أخذ هناك البيعة المطلقة للشخص يا بيعة المعصوم فأرجو سماحة الشيخ أن يوضح هذه المسألة أما السؤال الآخر سماحة الشيخ هناك رواية على الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول بها برجل دخل عليه فسلم عليه بأمرة المؤمنين فرد عليه الإمام بعدما قام على قدمي فقال ما سمي بهذا هذا الاسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين ولم يسمى به أحدا غيره فرضي به إلا من كوحا وإن لم يكن به أبطلية طبعا هنا أمير المؤمنين مختص بيوم غديرهم إذلك حتى باقي المعصومين لا يسمون به إذلك حاول بعض الأدعية أن يعمل نفسه على غرار غديرهم يسمى هناك غدير الصدر مما يسمى ببيعة يعني أنه على أساس أن السيد الصدر قد تعينها الياقوبي خليفة بعده ويحتفلون بهذا العيد على غرار غديرهم فهل تنطبق عليه الرواية من هذه الناحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم والله تعيش وتشوف ضحكنا الله يضحك إن شاء الله سمعت الشيخ أم حسن تقول عادت الشيعة في مناسبات أفراح أهل البيت يوزعون حلويات على المؤمنين فهل يجوز أن نعطي المخالفين من بركة أهل البيت نعم يجوز أعطوهم بالعكس أنا أقول أعطوهم وسموا لهم أنه هذه من بركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلعل ذلك إن شاء الله يهديهم وينير قلوبهم وقد حصل هذا سابقا وعندنا في الكويت أتذكر هذا الشيء أنه بعض هذه الحلويات وما أشبه التي تكون فيها بركة المجالس المعقودة لأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام كانت تعطى لبعض المخالفين وكانوا يرون فيها البركة كأن يكون مريضا فيشفى وحصل هذا وبعضهم كانوا يعانون من أمراض جدا مستعصية وسبحان الله أنه هذا يشفى مع أنه بكري في حين الشيعلي موجودين في المجلس ولا واحد منهم يشفى ولا واحد والسبب معلوم شرحناه لكم في محاضرات سابقة أنه الشيع عموما مبتلى عموما فالأصل هو ابتلاؤه أما البكري فالله يريد أن يقربه إلى الهداية فهو يحصل على الحاجة والمراد فورا من يصير شيء بعد أن تبدأ فصول البلاء والتحمل إلى أن يصبر لما يرى الله عز وجل منه الصبر فيفرج عنه فكثيرين اهتدوا بهذه الوسيلة فلا أنا مع عموما أن يعطى المخالفون بل حتى الكفار من أمثال هذه يعني الأمور حتى يهديهم الله عز وجل إن شاء الله وتسأل عن كتاب الجفر كل كتاب اليوم مطبوع باسم الجفر هو كتاب منحول باطل الجفر هو علم مختص بالأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام متوارث لديهم كتاب الجفر الحقيقي موجود لدى إمامنا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام نعم البعض هنا وهناك من أجل التسويق ومن أجل التربح يقوم بتأليف كتب تحمل هذا العنوان بعضهم يكتب كتب حتى تبين ما هو الجفر يعني طبقا للروايات أنه ما حقيقة الجفر وما اعتبار الجفر هذه الكتب يابدا يطلع فيها يطلع عليها حتى يرى أنه مدى اعتبارها أنه أقصد أنه هل تقدم يعني كدراسة عن مفهوم الجفر لا العمل بالجفر لا يسعنا أن نعمل بالجفر مش أبيدنا أصلا وإنما هكذا يحاول يوضح يعني ماذا روية في هذا الشأن ما شأن الجفر ما حقيقة الجفر مثل هذه الكتب إن كانت خالية من الإشكال بمعنى أنه ليس فيها شطاحات عقدية مثلا أو مشاكل أو منهجية لا أسابر الطلاع عليها أما عموما حسب ما نحن نعلم من سوق الكتب يعني مثل هذه الكتب عادة للداعي التجاري تؤلف وتباع وتسوق فعلى المؤمنين أن يحذرونها أحسنت سماحت الشيخ أحسنت اللغت نعم في عندنا أخ من السودان أعتقد من الكويت اسمه مازن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا أخوي مازن أيها نعم حياك الله أخوي مازن أنت الأخ من السودان أنا سوداني لكن عايش في الكويت عايش في الكويت ما أدري الأخوان يقولون الأخ مازن من الكويت سوداني من الكويت يبيت شيئ نعم نعم ما أدري تفضل سماحت الشيخ بارك الله بك أخي الكريم ثبتك الله على الإيمان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله بخير بارك الله بك إن شاء الله رباً يثبتكم ويقوي إيمانكم وينوتنون مراسم بإذن الله تعالى إلهي آمين وأنتم كذلك إن شاء الله تعالى مع هذا العالم البكري المتهلف نسأل الله تعالى لهم ولنا جميعاً الهداية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله بك لنشي على عيدك يا شيخ إن شاء الله قل على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده ملا شريك له ولا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه سيد الخلق أجمعين وأنه مبرأ من كل عيب وشيء أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم أبرأوا إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار صلو على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله محمد بارك الله بك أخي الكريم ثبتك الله على الإيمان وتحلى بالورع والتقوى يرتفع مقامك عند الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وعند جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أدخلت السرورة في قلوبنا أدخل الله السرورة في قلبك في الدنيا والآخرة إن شاء الله أنت وأهلك وجميع من تحب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدعي لليوم يا شيخ إن شاء الله أدعو لك هذه الليلة الاسم الكريم شيخ مازل مازل أخي مازل أنت مقيم في دولة الكويت نعم من متى مقيم في دولة الكويت أولا نحن موجودين هنا من تقريبا 34-35 سنة نعم أخوي كنت على أي مذهب قبل أن تعلم تشيوعك إن شاء الله والله كنت على المذهب في الأول كنت مذهب البكري ولكن في المدارس لما كنا نأخذ دروس الدين وكانوا يتكلموا عن مفروض أنها فلغاء العمر لعنط الله عليه وكانوا يقولون يطلع المسار ويتفنت ويسمع فكانوا يقولون أنه هو كان يتفقد أنا كان ما يركب في بعلي هذا الكلام كنت بقول ليش يتفنت ولا يعلم بالآلة التي تقولوا ولا تجسسوا حسنت ولكن هما كانوا يقولون أنه كان يتفقد فمجموعة أسئلة جات في رافي مرة كنت أصلي العشاء في المسجد فبعد العشاء كان فيه درس الشيخ كان يتكلم الإمام كان يتكلم على قصة على آية إن جاءكم فاسق بنبع وقال إنها نزلت على وليد بن عقبة بن أبي معي ولكن في القصة يتكلم ويقول في الآخر رضي الله عنه أنا بسؤال قلتها ربنا سبحانه وتعالى قال عنه فاسق كيف عمر وعثمان يولوا على المسلمين وكيف أن تقول رضي الله عنه فالإجابة لم تقنعني فبقيت أبحث في الكتب وكنت أسمع عن الشيخ ياصد حبيب بن بدري بس لا كنت أسمع له فسبحا مبقى يوم كده قلت خليني أشوف الشيخ ياصد حبيب ليش بتكلم بالقوة دي لما سمعت المحاضرة الأسلوب والمنطق والمنهج يعني أقنعني وبعدين بعت أشوف كيف زيوف الإسلام ومستقبل الشيعة وشفت كل الفيديوهات المرئيات للشيخ الحمد لله فشيعت تماما يعني وبيتبل عنهم في كل صباح الحمد كل ما أصلي لازم في القنوة لازم العنف زين أخوي مازل كم استغرقت هذه الرحلة رحلة البحث عن الحقيقة ثلاث سنين ثلاث نعم إن شاء الله أنت طالب أو موظف أخويا لا موظف يا ظهر موظف بارك الله فيك وثبتك الله على الولاية ولاية للبيت سلام الله عليهم وهنيئا لك أنك أعلم تشيعة في هذه الليلة المباركة الله يخليكم تسلموا والفضل يعود لله سبحانه وتعالى والأهل البيت بسم الله أعطم أستغل بارك الله فيك أخونا وإن شاء الله يعني تتواصلوا إياه الإخوان إن شاء الله الأخوان يعطونك كدية كتب إن شاء الله الحمد لله في هذه الليالي العظيمة الحمد لله بشائر بشائر ما شاء الله بشائر تزداد هذه الشجرة مزيدا من الأبراق كما قال صلى الله عليه وعليه ما مضمونه أنا الشجرة أنا أصلها وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمارتها والشيعة ورقها الشيعة ورق هذه الشجرة العظيمة العملاقة وهي شجرة النبي الأكرم وأهل البيت الطاهرين عليه السلام وشيعتهم فالأخ الكريم الأخ مازن ومن قبله الأخ أشرف أشرف وغيرهم من الأخوة والأخت التي اتصلت خديجة جزاها الله خيرا جميعا كلهم التحقوا بهذه الشجرة فصاروا أوراقا لها تحيط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحمد لله أحسنت سمحت الشيخ فيه سؤال من الأخ ثائر يقول قبل الأخ ثائر أقول لبقية الأخوة اللي يسمعوننا الآن من البكريين الذين الله يشهد هم مع الأسف يعني الدعاة البكرية ومشايخها وقنواتها يصورونني لهم عدوا والله يشهد أني لست لكم بعدو بل أنا لكم محب يشهد الله أني أحبكم وأريد لكم الهداية وأخشى عليكم إذا تجدونني أقسوا في كلامي فذلك لأنني أجدكم تتجهون إلى النار وأنتم لا تشعرون بسبب 1400 سنة من الخداع والزيف مؤامرة وقعت عليكم 1400 سنة أنتم تعيشون في خدعة نحن نريد أن نقيكم أنتم أهلنا أنتم أهلنا هذا الأخ في الكويت هذا من أهلي أنا أعتبر كلكم أهلنا أنا كل المسلمين أهلي كل المسلمين حتى من الطوائف الأخرى هم أهلي أعتبرهم و الله تعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نحن نريد أن نقيكم من هذه النار نعوذ بالله و نحن نعلم بواقع الحجج في الكتاب والسنة نعلم بأن الوقاية من هذه النار إنما تكون مع هذه العائلة المقدسة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام الذين أمرنا رسول الله باتباعه هذا الذي علينا هذا الذي علينا فنحن إنما ندعوكم لهذا إذا كنا نبين لكم باطل أبي باكر باطل عائشة باطل عمر فذلك لأنه حق و واقع قد تجدون كلامنا شديدا ولكن صدقوني أيها الأخوة صدقوني إنما أريد لكم الخير أريد أن أبين لكم أن هؤلاء على باطل و أنهم هم الذين حرفوا هذا الدين العظيم هم الذين تمردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله و تمردوا على القيادة الشرعية من بعده فتعالوا أقول هذه كلمة أنا أوجهها لجميع البشر في هذه الليالي العظيمة في هذه الليلة عيد الغدير الأغر الليلة اليوم الذي قام فيه رسول الله صلى الله عليه وآله و أعلن بيانه العظيم لهذه البشرية من كنت مولاه فهذا علي مولاه تعالوا أيها الإخوة و بايعوا أئمة أهل البيت في هذه الليلة و التحقوا بهذه الأسرة تحقوا بهذه الشجرة اركبوا هذه السفينة تعالوا تعالوا إلى هذا النور و توكلوا على الله عز وجل و لا تسمعوا لشياطين الجن و الإنسل الذين يحاولون صرفكم عن أهل البيت و جعلكم تحت آثار مخلفات السقيفة المشؤومة هذا الانقلاب الأسود الذي جرى على رسول الله من بعده و خطوط بني أمية و خطوط بني العباس و من شاكل ابتعدوا عن تلك الخطوط التي تجرفكم إلى النار و تعالوا إلى أهل بيت الطهار أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم يأخذون بأيديكم إلى الجنة سمحت الشيخ الأخ فائز الجبور يقول السلام عليكم أخي عبد الله اليوم سمحت الشيخ صار خطير يعني على هذا المنوار راح يسوي أزمة بكريين بالمنطقة و خلال سنتين على الكثير راح ما نلقى بكريين لا في الأسواق ولا في الشوارع يمكن بالمتاحف بس سمحت الشيخ بعد هناك أخوة كثر يسألونكم الدعاء و يباركون لكم عيد الغدير و منهم الأختم علي تسألكم الدعاء عندها غضاء حاجة سجل اسمها لهذه الليلة صلاحة الشيخ سجل اسمها سيد أحمد سيد أحمد ويانا أم علي أم علي سجل نعم الحين السؤال الأخ ثائر يقول هناك رواية لإمام الصادق سلام الله عليه صلى الله عليه يقول يا مفضل كل بيعة قبل ظهور الاسم الخاص للإمام هي بيعة كفر و نفاق و خديعة لعن الله المبايع لها و المبايع له المبايع له يسأل عن هذه أتوقع أربطهم كلهم الأخثار مع بعض وهم كذلك سأل عن رواية الصادق سلام الله عليه عندما أتاه رجل و قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له أن هذا الاسم لا يسمى إلى أحد خير أمير المؤمنين كان مأبونا و هكذا وأعتقد السؤال المرتبط بهذا هناك عند جماعة اليعقوبي هذا ما يعرف اليعقوبي في البصرة توقع عندهم قدير الصدر و بيعة اليعقوبي مسوي له بيعة ما أدري أمرت المؤمنين أو شيء من هذا القبيل فيقول ما مدى صحة هذه و هل هو ابتداء و هل يعتبر ممن تطبق عليه الرواية و يكون مأبونا يعني أولا لا أظن أنه يستحل نفسه أن يوصف بأمير المؤمنين و لا بلغنا هذا قط لا أظنه هكذا يفعل فلا ينطبق عليه كونه مأبونا أو ما شاكل و إنما الكلام كل الكلام في مثل هذه المراسم التي يحاولون بها سواء هم أو مثلا حتى خامنئي جماعة خامنئي أيضا عندهم مثل هذه المراسم التي يضاهون بها يعني مراسم الغدير نستطيع أن نقول هكذا كأن الأمر هكذا هذه المضاهات ينبغي أن لا يعني يدخل فيها المؤمن لأنها تحدث خلطا بين من أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله ولايته على الحتم واليقين و هو أمير المؤمنين عليه السلام و لا إما الطاهرين عليه الصلاة والسلام و بين من يفتقد هذا الأمر حتى و إن كان عادلا يعني نعتقد أنه المرجع العادل هو نائب الإمام أما أن نضاهيه بالإمام حتى ولو في المراسم فنجعل له غديرية و نبايعه فيها و نقول أنت ولينا و مولانا مثلا عرفت شلون على نفس النحو الذي كان يبايع به أمير المؤمنين عليه الصلاة نروح ماذا نروح للمرجع يقول أصبحت و أمسيت مولايا و مولا كل مؤمن يعني هذه المضاهات لا تخلو من إشكال إحنا ليش مثلا نرفض هم لقب ولي أمر المسلمين ليش نرفض هذا اللي يطلقوا على خامنة و غيره لأنه هذا نوع من أنواع المضاهات كذلك ولي الأمر المسلمين معروف موجود هو الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما ماك ولي أمر مسلمين غيره خاصة إذا أخذنا هذا الإطلاق و هذا العموم لأنه أي مرجع تقليل حتى إذا كان مرجع عادل و أعلى المراجع مثلا مرجع أعلى مثلا ما يصطلحون على تسميته فإنه ليس وليا لكل المسلمين ولي لكل المسلمين ولي لقمقلديه فقط فإحنا خلي نحفظ أمتنا عليهم السلام و نحفظ المراسم المرتبطة بهم نعم إحنا ما عندنا مانع أنه واحد يذهب إلى مرجع تقليده يفخر به يعتبره وليا له نعم المرجع شعبة ولاية المرجع هي شعبة من ولاية الإمام عليه الصلاة والسلام بإيجاب من الإمام هذا شيء واضح فإني قد جعلته عليكم حاكما الإمام عليه السلام يقول نعم هذا صحيح نحن نخضع للمرجع نقول له سمعا وطاعة هذا شيء واضح ولكن لا نضاهيه بالإمام المعصو لازم نحفظ مقام الأئمة عليه وسلم أنهم فوق الخلق و دون الخالق تبارك وتعالى هذا ليس مثل البقية المرجع ممكن أن يخطئ المرجع ليس معصوم و لذلك تجد كثير من المراجع يغيرون فتواهم مع مرور الزمن يتبين له خطأه في الفتوى السابقة و بتحقيقه الجديد بتنقيحه الجديد يتوصل إلى فتوى هي أحدث و هي أصح في نظره فيغير رسالة العملية شوفوا كلها تتغير و تتبدل مناسك الحاج عادة في مساء الحاج دائماً أكو تغييرات فهذا الإقرار من المرجع أنه يخطئ أما الإمام المعصوم لا يخطئ فالمضاهات بينهما لا تصح هذا في حال لو كان المرجع مرجعاً يعني مستوفياً لشرائط المرجعية فكيف إذا لم يكن مستوفياً للشرائط مثل يعقوبي أو خامنة أو غير ممن صنعتهم ظروف معينة سياسية أو تيارية معينة جعلتهم مراجع مو مراجع لم يستوفوا النصاب الكامل حسب المعايير الحوزوية عندنا حتى يصبحوا مراجع ما استوفوا ذلك النصاب الكامل هذا شيء معروف في الحوزات معروف فهذا الإعلام قد يكون خاضعاً لهم التيارات دولة مثلاً واحد منهم عنده دولة خامنة مثلاً هذا شيء آخر بس الاعتبار بالعلم وموازين العلم ومقاييس الحوزة هؤلاء ليسوا لم يحوزوا على النصاب الكامل للمرجعية هذا فضلاً عن أنه في عدالتهم إشكالات ونحن نعلم أنه شرط المرجعية كذلك أن يكون عادلاً إذا يكون ظالم نعوذ بالله هذا حتى إذا يكون فقيه لا يجوز تقليده يعني فقيه مشتهد لكنه ظالم يكذب مثلاً هذا ظلم مثلاً ظلم بعض المؤمنين سارق مثلاً أو قاتل لا سماح الله هذا لا يجوز تقليده حتى إذا كان فقيه فكيف إذا كان أمثال هؤلاء أما بخصوص البيعات التي تقع يعني عموماً هذا الحديث الشريف يتحدث عن كل بيعة هي في قبال بيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فصاحبها طاغوت كل راية قبل الظهور صاحبها طاغوت كل بيعة هذه بيعة الضلال نعم ولكن إذا كانت البيعات في طول بيعة أهل البيت عليهم السلام فهذا الحديث أجنبي عنها يعني بمعنى الآن جماعة من المؤمنين يتنادون مع المراجع مثلاً العدول المستوفيين للشرائط ويتبايعون على أن يحرروا مكة والمدينة مثلاً تحرير يصير لمقدسات أهل البيت لمقدسات الإسلام بدلاً من أن تكون مكة والمدينة خاضعتان تحت حكم الفرق الوخابية المنحرفة تتحرران وتصبحان كعهدهم السابق لكل المسلمين نحن ما نحتكر ما نكون مدينة ما نحتكر ما عندنا نحن ما عندنا مشكلة كما بينا مراراً وكراراً فليأتي البكريون ويصلون جماعة في المسجدين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ما عندنا مشكلة ولكن في نفس الوقت يسمح لغيرهم يسمح للشيعة يسمح لغيرهم الكل يقوم بشعائره التعبدية حرية إسلامية يجب أن تكون في البقاع المقدسة هذا هو المطلوب فإذا نفرض أنه جماعة من المؤمنين يتنادون هكذا فيبايعون قائداً دينياً مستوفياً للشرائط على أن يطلب بتحرير المقدسات على أن يرفع الظلم عن شيعة أهل البيت على أن ينادي بثارات أهل البيت صلوات الله عليهم على أن يقيم الحق ويميت الباطل ويمهد ما أمكنه لظهور الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام فمثل هذه البيعة ليس هذا الحديث الشريف بمنكر لها وإنما المراد من أمثال هذه الأحاديث هذه كلها محمولة على تلك البيعات التي تكون في عرض بيعات أهل البيت لا في طول البيعة لأهل البيت كبيعات بني العباس ومن شاكل الذين كانوا يعني يجعلونها في قبال أو في عرض بيعة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أحسن سمحت شيخ وطيب الله أنفاسك هو كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير وأخوة كثر قلدوني هم السلام وقلدوني الدعاء منهم عندنا طفل سجل سيد مصطفى مريض وأخ أحمد أخوه أبو عبد الله من بابنكام كذلك استرونكم الدعاء في هذه الليلة المباركة وأسعد الله أيامكم أعزائي مشاهدي غنات فتق جميعا في هذه الليلة ليلة تنصيب إمامي سيدي أمير المؤمنين سلام الله عليه أميرا للمؤمنين هذا ما لدينا اليوم وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا